بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا تطيب به الحياة وأزكى الصلاة وأتم التسليم على الهادي النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبعد ضيوفنا الكرام نحييكم بأطيب التحايا ومع نسمات رمضانية من أيام شهر رمضان المبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في التقديم من فريق منصة أريد الدولية الباحثة صفى محمد علي من كلية علوم الحاسوب والرياضيات من جامعة الموصل العراق يسر منصة أريد العلمية الدولية للناطقين باللغة العربية وبرعاية 85 جامعة ومؤسسة علمية شريكة للمنصة أن تقدم لكم ندوة علمية من مشروع سباق الأمم والموسومة بعنوان الأمن السبراني حماية العالم الرقمي فأهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء في عصرنا الحديث أصبحت التكنولوجيا والأنترنت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع هذا التطور السريع ينبغي علينا أن نهتم بالمحافظة على أمننا وسلامتنا الشخصية والرقمية والمؤسسية حيث سنكتشف عالم الأمن السبراني ونتعرف على أدوات وتقنيات لحماية عالمنا الرقمي ليكون عالما رقميا آمن ومستدام لنا جميعا في ظل انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات الذكية والروبوتات ونسعد بانضمام كوكبة طيبة من علمائنا الأفاضل لننهل من علمهم كل جديد ومفيد نبدأها مع سعادة الدكتورة شاهناز عبد الرحمن عثمان أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم مدرب شركة جوجل المعتمد طائد فريق جوجل لمعلمي السودان ومدربة في مايكروسوفت المحترف وسفير أهداف التنمية المستدامة في التعليم رئيس قسم التعاون الدولي والتدريب بجمعية العالمية لتكنولوجيا ISTE بأمريكا عنوان مشاركتها هو هماية خصوصية الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي تفضلي دكتورة شاهناز معك الصلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أسعد جدا بمشاركتي في هذا المنتدى سباق الأمم الذي تقوده منصة أريد الغني عن التعريف وأهنئكم بقدوم شهر الرمضان المبارك عسانا إن شاء الله نكون من صوامه وقوامه وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الأمن السبراني وسأركز بشكل خاص على حماية خصوصية الطلاب حماية بيانات الطلاب ودور الجامعات والمؤسسات التعليمية في الأمن السبراني وحماية بيانات الطلاب في البدء في مقدمة سريعة عن الأمن السبراني ومسؤولية حماية البيانات على من تقع هذه المسؤولية حماية البيانات كثيرا ما نتحدث عن حماية بيانات المستخدمين ونتحدث عن عملية مشاركة البيانات بين طرف والآخر والجهات التي تحفظ بياناتي عندما أتطفح الإنترنت وأقوم بمشاهدة الموضوعات المختلفة فيه من الذي يحفظ هذه البيانات وكيف يتم حفظ البيانات ومن المتصرف فيها ومسؤولية من حماية هذه البيانات هذه من الأشياء المهمة جدا التي يجب على الكل التفكير فيها بشكل قريب وبصورة مسؤولة بشكل كبير يعني مسؤولية الأمن السبراني وحماية البيانات ليست مسؤولية جهة بعينه وإنما هي مسؤولية الجميع تيو أن كانت جهات مؤسسات تعليمية جامعات شركات منظمات حكومية أو غير حكومية كلها مسؤولة تماما حتى الأفراد مسؤولين مسؤولية كبيرة جدا عن حماية البيانات سوى أن كانت حماية بياناتهم الشخصية أو حماية بيانات أو خصوصيات الآخرين الذين يتعاملون معهم رقميا جميعنا نعلم أن حاليا عملية التواجد الرقمي على الإنترنت للأفراد أصبح كبير جدا سوى أن كان من ناحية الزمن أو حتى من ناحية العدد الموجود فيه الإحصائيات موجودة وكثيرة جدا جدا في الأونة الأخيرة ويبدو جليا للجميع أنه خصوصا ما بعد الكوفيد 19 أو بعد الجائحة العالمية أصبح عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت سوى أن كان في التعليم أو في غيره عددهم كبير جدا جدا وبالتالي زادت أهمية فكرة حماية البيانات للجميع طيب كمقدمة عامة إذن فكرة الأمن السبراني أو حماية البيانات هي مسؤولية عامة تكاد تكون مسؤولية فردية مطلوبة من الجميع من الأشياء المهمة التي أحب أن أتحدث عنها تقرير العالمي تقرير العالمي لليونسكو لرصد التعليم الذي تحدث عن التكنولوجيا في التعليم مسؤولية من أو التكنولوجيا في التعليم من الذي يضع هذه الشروط من الذي يضع شروط بهذه الأدى في هذا التقرير اليونسكو تحدثت في كثير من الإحصاءات وضعت إحصاءات كثيرة جدا للأشياء التي تتحدث عن التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية واستخدام التكنولوجيا بالنسبة للأشخاص في التعليم في المؤسسات التعليمية وغيره إحصاءات عديدة جدا درست ما قبل قدوم أو سيطرة الجائحة على كثير من الأشياء وما بعد الجائحة هذا من التقارير التي أحب أن أطلع عليها كثيرا في هذا الأمر والذي درث بالشكل كبير جدا فكرة استخدام التكنولوجيا ومن المسؤول عن وضع السياسات لاستخدام التكنولوجيا سواء كان في المؤسسات التعليمية أو غيرها وهذه من الأشياء المهمة جدا التي يجب أن نفكر فيها بشكل كبير ويجب أن يضع لها الجميع سياسات محددة ومعروفة وعلى الجميع الامتثال لها والاعتراف بها والعمل عليها من التقارير المهمة يعني أرجو أن الجميع استطيع إن شاء الله يعني البحث عنها وقراءتها مثل هذه التقارير وغيرها أتحدث عن مخاطر الخصوصية جميعنا نعرف أن الكثير من الأدوات الموجودة حاليا تنتهك بشكل يعني يمكن غير صريح خصوصية الأفراد لأنها تجمع بشكل كبير بيانات عن الأفراد كما لحظنا في الفترة في الآونة الأخيرة عندما نتصفح في الإنترنت أو ندخل إلى أي موقع يأتينا كإشعار كده في البداية أن هذا الموقع يستخدم الكوكيز هل تقبل استخدام الكوكيز؟ فبالعادة ما نقبل هذا الأمر ونواصل تصفح الإنترنت في هذا الموقع المحدد أو مواقع أخرى شبيهة له ما هذا الشيء؟ الكوكيز دائما هي عبارة عن أدوات أو رقمية صغيرة أو برامج رقمية صغيرة نسميها أدوات أكثر يمكن أن تكون تجمع بيانات عن المستخدمين الموجودين عن الإنترنت في وقت محدد أو تصفحون موقع موقع إلكتروني محدد لمعرفة تصبيلات هذا الشخص ليتم بشكل محدد استهداف هذا الشخص سواء كان بإعلانات استهداف هذا الشخص بالأشياء التي يحبها فيديوهات محددة أو هكذا هذا الأمر في العادة نحن نعمل على قبوله بشكل عام وهو يجمع بشكل عام معلومات عن الحساب معلومات عن نشاط المستخدم كما ذكرنا وغيره لكن ممكن للمستخدم أن يرفض استخدام هذا الشيء لماذا؟ لأن أحيانا بعض الأفراد يعتبروا هذا الشيء عبارة عن سرقة بيانات شخصية وفي جهات يعني ما كل المواقع الإلكترونية التي أدخل عليها هي مواقع يعني مضمونة ومأمونة والأشخاص الذين يعملون عليها وهم معروفون أبدا أحيانا الجهة التي أنشأت هذا الموقع الإلكترونية قد لا تكون جهة معروفة فتتم سرقة البيانات الشخصية والداتا أو البيانات الشخصية هي من أهم والأكثر قيمة الأشياء الأكثر قيمة حاليا هي البيانات بتشتريها شركات بمبالغ ضخمة تقوم بشراء البيانات الشخصية لماذا؟ لأنها ستزيد من تنافسية مع الشركات الأخرى ستزيد من فرص استهدافة لعملاء وهذا يعتبر البيانات تعتبر من الأشياء الأكثر قيمة في العصر الحالي عملية سرقة البيانات الشخصية هي عملية حاليا من الأشياء الكثيرة الموجودة عندنا كثيرة وطبعا هي غير قانونية لكن تحدث كثيرا عملية حتى استخدام البيانات الشخصية دون موافقة الباحث هذه من الأشياء أو دون موافقة الشخص نفسه تعتبر من المشكلات التي يمكن أن تحدث لذلك يجب على جميع الجهات أي جهة يعني حتى لو كنا نحن جهة منظمة شركة أو غيره سأستخدم بيانات شخصية لأفراد موجودين معي يجب أن يقبل هذا الشخص استخدام هذه البيانات يوقع على اتفاقية استخدام قبل أن أحاول أو أعمل على استخدام بياناته لأي غرض حتى لو كان غرض عادي مثلا أو فيه حتى لو كان في هذا الأمر مصلحة للشخص نفسه لا يمكن أن أستخدمه ما عدا لو حصلت على توقيع هذا الشخص وموافقته على استخدام بياناته الشخصية لذلك كذلك نلاحظ أنه كثيرا عندما أستخدم بعض مواقع الألكترونية المعروفة عندما أدخل إليها يأتيني اتفاقية الاستخدام ويجب علي أن أوافق أولا عن اتفاقية الاستخدام ثم أنتقل إلى الخطوة بعدها وعندنا مثلا حساب جوجل هو الأشهر في هذه الأشياء مثلا الأكثر استخداما عندما أنشئ حساب تأتي لاتفاقية الاستخدام أوافق عليها ثم أنتقل للخطوة التي تليها ومن ضمن هذه الأشياء أنني أوافق على جمع بياناتي ووافق على استخدام البيانات من المخاطر الكبيرة في خصوصية البيانات واستخدامها فكرة التمييز ضد الأفراد من المشكلات الأساسية فكرة التمييز ضد الأفراد أنا شخصيا في عملي في هذا المجال أحيانا تعرضت لبعض الأشياء كنا نقود فريق من الفرق التي تتبع لشركة جوجل لمتمعات المعلمين الفرق أغلبها لم تكن فرق من دول عربية أو من فرق من دول إسلامي أبدا كان يمكن في فريقين فقط من دول عربية أو دول إسلامية وكان في منتدى عالمي المنتدى بالذات الذي كان يدبع للدول الناتقة بالدول العربية تعرضنا لبعض المشكلات والهاكين أثناء استخدام البرامج الميثين ولا البرامج الاجتماعات الافتراضية تعرضنا لهاكين في هذه اللحظة وذي كانت من المشكلات الأساسية التي كانت فكرة الأساسية فكرة التمييز ضد الأفراد لأنه كانت الكتابة حتى على الشاشة بأشياء مرفوضة بالنسبة للمسلمين وذي كانت من المشكلات التي أحببت الإشارة إليها فيها كل فكرة الاستخدام الخصوصية انتهاك الخصوصية البيانات الاستخدام التكنولوجيا ضمن المشكلات الأساسية التي يمكن أن تحدث هي ليست دائمة الحدوث ولكنها كثيرة ممكن أن تحدث تمييز ضد الأفراد لدينهم لجنسهم لعرقهم للونهم وهكذا وهذه من المخاطر الأساسية التي تحدث عند انتهاك خصوصية الأفراد والتي يجب أن نعمل عليها في حماية بيانات الأفراد والأمن السبراني أتحدث عن حماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي جميعنا نعلم أن هناك تحديات كبيرة جدا حالية نتجت من استخدام نماذج الذكاء للصناع القائمة على اللغة التي هي يمكن حديثة العهد بالنسبة للكثيرين يعني هي بدأ استخدامها خلال العام هذا العام يعني العام الماضي عشرين دي تشات جي بي تي جينيراتي بري ترين ترانسفورمرز جي بي تي فور جي بي تي ثري من أوبيني آي عندنا جيمناي مثلا من جوجل الذي كان اسمه بارد يعني واتطور إلى جيمناي بينك من مايكروسوفت وغيرة 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 من النماذج التي صدرت حديثا نماذج عندها القدرة على محاكاة العقل البشري في استدعاء المعلومات الموجودة وأحيانا ابتكار الكلام من عندها يعني هي أحيانا تنشئ الرد من عندها فلكلها أشياء يجب أن ننتبه لها عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي هناك أشياء عديدة قد لا تتناسب مع ثقافتنا قد لا تتناسب مع قيمنا قد لا تتناسب مع تقاليدنا المجتمعية يمكن أن يحدثها مثل هذه النماذج لأنها ترد ليس على فكرة محددة ولا على نمط اتماعي محدد ولا نمط ديني محدد ولا غيره هي ترد بما لديها بالبيانات التي يديها حتى لو كنت أتحدث عن فكرة سياسية أو فكرة دينية أو غيره قد تكون لا تتناسب معنا دي مشكلة من المشكلات الكبيرة جدا بالإضافة لأنها وسعت فتحت المدارك على أوسعها فتحت الأبواب على أوسعها كيف أستطيع أن أحمي خصوصية أبنائي في المنزل كيف يمكن أن أحمي خصوصية طلابي في الجامعات أو في المؤسسات التعليمية كيف يمكن أن أحمي المجتمع في ظل وجود مثل هذه المعلومات المتداعية بدون توقف المتداعية بدون حدود وبدون فواصل اتماعية ولا قيم دينية ولا أبدا ما الذي أستطيع أن أقوم بهم دي واحدة من المشكلات الرئيسية المهمة جدا التي يجب الانتباه لها سوى أن كانت المؤسسات ولا المؤسسات التعليمية ولا جامعات تعليم عالي ولا معاهد ولا تدريب ولا حكومات ولا منظمات ولا كله الجميع يجب أن ينتبه لهذا الأمر ويعمل على حماية الخصوصية في هذا الأمر ووضع سياسات واضحة يجب اتباعها من الجميع عند استخدام مثل هذه النمازج ما هو دور المعلم ما هو دور أستاذ الجامعة ما هو دور الإداري في حفظ بيانات طلابهم هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا نحن نجمع بيانات طلابنا دائما لدي أوراق اختبارات صححتها لدي معلومات عن الطالب رقم إيميله رقم تلفونه ومعلومات أخرى كثيرة عن الطالب عفوان دكتورة نعم تفضلي بقي من الوقت دقيقة حاضر حاضر إن شاء الله ما هو دور المعلم يجب على المعلم وعلى أساسة الجامعات والمؤسسات أن تعمل على حفظ بيانات الطلاب إلى الوقت الذي يحتاجونه وبعدها وفي أماكن طبعا يعني معروفة بالنسبة لهم وإذا حدث أنه خلاص انتهت الحاجة إليها يمكن العمل على إتلافها اعتماد سياسات لحماية البيانات الشخصية وضمان شفافية استخدام البيانات وكذلك تحدثنا عن فكرة موافقة الأفراد على استخدامهم حماية الخصوصية باستخدام تقنيات إخفاء البيانات تطبيق قوانين الحماية بشر الوعي حول مخاطر الخصوصية كلها مهام مهمة جدا هذا شيء أحببت أن أثني عليه فكرة استخدام بروتوكول الإشارة الضوئية عند استخدام المعلومات نستخدم أحمر برتقالي أخضر أبيض أحمر للملفات والأشياء التي يمكن أن نشاركها لا يحق لمستخدم مشاركته برتقالي إذا كنت ممكن أن نشاركها مع آخرين أخضر في نفس المجتمع فقط أبيض إذا كان استخدامها غير محدود هناك مهارات المواطنة الرقمية التي يجب أن ننميها في طلابنا تجارة رقمية تستخدم بكثرة وصور رقمي محو الأمية الرقمية اتصال الرقمي الأمان الرقمي الأداب الرقمية مسؤولية رقمية مشاركة رقمية أشياء لو عملنا على تنميتها في طلابنا وفي مجتمعنا سنعمل على حفظ الأمن السبراني بشكل كبير جدا تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات رشيدة وحماية خصوصية دائما يجب أن نربط بياناتنا بأهداف المؤسسة مما يساعد مؤسساتنا على حفظ ميزة تنافسية دائما دائما أثرك على الإنترنت بصمتك على الإنترنت وجودك الرقمي يجب فيه أن تحافظ على خصوصيتك وفي نفس الوقت تعمل دائما على حفاظ على حقوق الآخرين وعدم انتهاك حقوق الآخرين لأشياء يجب تنميتها في الجميع داخل المجتمع لنعمل على صنع مجتمع فيه قيم الأمن الثبراني محققة وبالتالي نعيش آمنين في مجتمع رقمي أشكركم على حضوركم وأشكر منظمي الجلسة على حسن الإدارة وأرجو أن لا أكون أطلط عليكم وإن شاء الله إذا في أي تساؤل في نهاية الجلسة سأكون موجودة لي الرد عليها شكرا لكم كل الشكر والتقدير لك سعادة الدكتورة شاهناز عبد الرحمن على هذه المشاركة القيمة والنافعة جزاك الله كل خير وبارك فيك والآن مع مشاركة جديدة يقدمها لنا سعادة الأستاذ المساعد عبد الباري محمد الأمير أستاذ متخصص لتخصص هندسة شبكة المعلومات الحاسوب ونظمة موزعة في جامعة تعز سابقا يعمل حاليا أستاذ الأمن الثبراني والذكاء الاصطناعي في معهد القدرات الإدارية العالي للتدريب في المملكة العربية السعودية وعنوان مشاركته العلمية هو الأمن السبراني في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وفرص جديدة رفض الأستاذ عبد الباري معكم الصلاحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعبد العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد شهركم مبارك كل عام وأنتم بخير يسعدني أن أشكر منصة أريد على إيطاعة الحرصة للمشاركة وكما يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة المهمة وود أن أعبر عن امتناني العميق وشكري الجزيل لكل من حضر هذه الندوة وساهم في إثراءها بحضور أو مشاركة مشاركتي في هذه الندوة بعنوان الأمن السبراني في عصر الذكاء الاصطناعي واضح معكم الصوت والصورة نعم أستاذ واضح جزاك الله خير وياكم إن شاء الله فكما أنا عرف أنه في عصر التكنولوجيا أننا نحن الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية فيتيح لنا استخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بطرق تقاوزت توقعاتنا السابقة فيأتي الآن الذكاء الاصطناعي بتحديات ومخاطر تتعلق بالأمان والخصوصية ويعد الأمن السبراني مقالاً حاسماً للحفاظ على سلامة وخصوصية البيانات كما نعرف فللحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات الحساسة في عالم يتصل به كل شيء فأصبح الآن كل شيء متصل بالإنترنت وخاصة بظهور أو إنترنت الأشياء فتزداد تعقيد الهجمات السبرانية لذا قاءت الحاجة إلى دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني فعملية دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني في الوقت الحاضر يعتبر ضرورة حتمية وهذا هو موضوعنا اليوم ففي أول صالح بنتعرف كيف يتم التفاعل كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأمن السبراني لنبدأ بالتعريف أو لنعرف ماذا يقصد في علم الأمن السبراني فالأمن السبراني هو مجموعة من الإقراءات ومجموعة من التقنيات والمبارسات التي تهدف إلى حماية الفضاء السبراني فالفضاء السبراني هو عبارة عن البيئة الرقمية وعبارة عن مجموعة الشبكات والبرمجيات والمعلومات والأنظمة الإلكترونية فيتم حماية هذا الفضاء السبراني من التهديدات السبرانية فنتحدث عن هذه التهديدات السبرانية من ثلاثة أوقف وهذه الثلاثة الأوقف أو ما يقصد فيها الثلاثة العناصر الأساسية للأمن السبراني وهي السرية والسلامة والتوافر فعنصر السرية أو الكونفيدنشيليتي يقصد فيه عدم السماح لأي أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع على البيانات أما العنصر الثاني وهو عنصر السلامة أو ما يقصد فيه الانتيجريتي وهو عدم السماح لأي أشخاص بالتعديل على البيانات والمعلومات والعنصر الثالث هو التوافر ويقصد به أن تكون البيانات والمعلومات والأنظمة متوفرة للأشخاص المصرح لهم فعندهم صلاحية بالوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والأنظمة في الوقت الذي يريدون هذا بالنسبة لتعريف الأمن السبراني باختصار مجموعة إقراءات وتقنيات لحماية الفضاء السبراني وبعد ذلك بنتكلم عن نعرف الذكاء الاصطناعي أو مصطلح الذكاء الاصطناعي لكي نفهم مفهوم الذكاء الاصطناعي فممكن أن نقسم الذكاء الاصطناعي من ناحية أو من اتقاهين فبالنسبة للاتقاه الأول ما يقصد فيه الذكاء، الذكاء بشكل عام أو الذكاء البشري فنحن نعرف أن الذكاء البشري هو القدرة على التعلم، القدرة على التفكير، القدرة على اتخاذ القرارات لحل مشاكل معينة فكلمة إصطناعي هو عملية صناعة آلات صناعة برامج صناعة برامج ذكية بحيث ندمج الذكاء البشري في هذه الآلات يعني نجعل الآلة تقوم بكل شيء يقوم فيه الإنسان الذكي من عملية التعلم القدرة على التعلم القدرة على التفكير القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على حل المشاكل بكفاءة عالية بشكل أفضل من الإنسان فهذا مفهوم الذكاء الاصطناعي ومفهوم الأمن السبراني الآن لنعرف كيف ممكن أن يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأمن السبراني فبعد ما عرفنا المصطلحين السابقين إيش يقصد في الأمن السبراني وكذلك ماذا يقصد في الذكاء الاصطناعي فقعت هنا ضرورة ملحة وهو لنتكلم كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأمن السبراني من اتجاهين أو من جانبين فالجانب الأول كيف يمكن للأمن السبراني أو كيف يمكن أن نستخدم الأمن السبراني في تأمين الذكاء الاصطناعي في تأمين الآلات الذكية أو في تأمين الأنظمة الذكية وهذا العلم ما يقصد فيه أمن الذكاء الاصطناعي أو Secure Artificial Intelligence بمعنى عند إنشاء أو برمجة تطبيقات ذكية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن نتأكد أن هذه التطبيقات وهذه الآلات الذكية تعمل بطريقة سليم نعم السلايد واقف أعتقد أنه لم يتحرك لا يزال على كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي نعم ما زلنا في هذا السلايد تمام فكنا نتكلم عن الجانب الأول هو كيف يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأمن السبراني وكنا نتكلم عن أمن الذكاء الاصطناعي كيف نؤمن الذكاء الاصطناعي فقلنا أنه في حالة تأمين الذكاء الاصطناعي يجب إنشاء وبرمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن إنشاء هذه التطبيقات يجب أن نتأكد بأنه تم عمل وإنشاء هذه التطبيقات بطريقة سليمة بحيث نضمن توفر وسرية ومثوقية هذه الأنظمة والآلات الذكية هذا بالنسبة للجانب الأول بالنسبة للجانب الثاني كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الأمن السيبراني أي كيف نتحقق حماية الأفراد والمنظمات وتحقيق أهداف الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي فيقصد كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في كشف وتحليل التهديدات والاستقابة للهجمات السيبرانية في الوقت الفعلي وهذا ما يقصد فيه كيف ممكن أن يتفعل الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني وبعد ذلك سنتكلم كما نعرف أن لدينا ثلاثة وظائف رئيسية للأمن السيبراني يهتم فيها الذكاء الاصطناعي فالوظيفة الأولى يقصد فيها الاكتشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتشف أي تهديدات أو يكتشف أي سلوكيات وأنماط غير معتادة في الشبكات والأنظمة باعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي كتقنية الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة والديب ليرنينج للكشف عن التهديدات يعني أنه في حالة الاكتشاف كيف يمكن أن نكتشف التهديدات بشكل مبكر قبل حدوثها أما بالنسبة للوظيفة الثانية ما يقصد فيها البريديكشن أو التنبؤ فعمليات التنبؤ هي عملية التنبؤ في حدوث تهديد يعني قبل حدوثه عملية التنبؤ أو عملية التوقع كيف نتوقع أن سيكون هناك تهديد قد يحل على المنظومة أو على الشبكة أو على أي برنامج فيمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التنبؤ والاستشعار المبكر لأي تهديدات سبرانية من خلال تحليل تحديد السلوكيات الشبيهة بالهجمات والتنبؤ بأي أنشطة مشبوهة داخل الشبكة أو داخل السيستم بالنسبة للوظيفة الثالثة ما يقصد فيها الاستجابة أو الريسبونس ففي حالة الريسبونس وهو عملية التفاعل مع التهديدات يعني حدود تهديد أم سبراني كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تستجيب استجابة سريعة في توقيف هذه التهديدات وكيف تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المطلوب دون أي تأخير يعني قبل حدوث أي أضرار فهذا كان كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق وظائف الأمن السبراني وعملية الاكتشاف التهديدات وكذلك التنبؤ بالتهديدات والاستجابة كمان بنتكلم عن التحديات الأمنية والتحول الرقمي فعملية التحول الرقمي في البلدان العربية كما نعرف يعتبر تطورا هاما يهدف إلى التعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية وكذلك يمكن مجتمعاتنا من التطور هذا التحول الرقمي لكي يتم عملية التحول الرقمي في البلدان العربية فلازم يكون تعملية التحول الرقمي بيكون متبوع بتحديات أمنية بتحديات الأمن السبراني هذه التحديات يقصد فيها أو كيف يمكن أن ستكون آلاف الأجهزة المتصلة فنحن نعرف أن جميع الأجهزة بتكون متصلة بالشبكة هذا يزيد عدد نقاط الضعف أو يزيد عدد الثغرات الأمنية داخل النظام أو داخل الشبكة فهنا هذا يعتبر التحدي الأول التحدي الثاني كيف ستصبح الأنظمة والخدمات الرقمية وعملية التشغيل وإدارة هذه الأنظمة سيصبح أكثر تعقيدا سيصبح أكثر تعقيدا لأنه سيصبح كل شيء رقمي كل شيء نتعامل فيه بشكل إلكتروني جميع الخدمات بتكون إلكترونية كمان التحدي الثالث هي سجلات الوصول فنحن نعرف أن جميع التعاملات الأفراد والمستخدمين والأجهزة سيكون وصولهم إلى الشبكة وإلى الخدمات بشكل إلكتروني فنتيجة لكل شيء يصبح إلكتروني أو كل شيء رقمي سيكون هناك معانا سجلات ضخمة أو سجلات ما يقصد فيها الـ Access Log أو الـ Logging File فهذه الملفات يمكن أن نستفيد منها أو نستطيع أن نستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل وحفظ هذه الـ Access Log أو الـ Logging File ونحلل هذه البيانات الضخمة بشكل آمن وفعال وبالنسبة للتحدي الأخير ويقصد فيه تهديدات متطورة ومتقدمة كلما تقدمنا في الذكاء الاصطناعي تنتق معنا تهديدات أمن سيبراني أكبر ستطور تهديدات السيبرانية بشكل مستمر واتطلب مننا بذل قهود متواصلة لمواقهة هذه التطورات السيبرانية كما تكلمنا أن عملية الوصول إلى الشبكة والخدمات الرقمية سينتق عنها بيانات وسجلات ضخمة فيمكن أن نستفيد من هذه السجلات في بناء أنظمة ذكية وحماية البياء الرقمية بنتكلم كيف ممكن أن نفعل هذه البيانات التي نستفيد منها في حماية البياء الرقمية فممكن أن نستفيد من الكمية الهائلة من البيانات التي ستنتق من عملية الدخول إلى هذه الشبكات أو عملية الخدمات الرقمية وكمان نستعين بخبراء الأمان بفهرسة هذه البيانات وإثراءها وكمان نسوي عملية تحليل لهذه الملفات وهذه البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وكمان ممكن نبني أنظمة متكاملة للتحديد للتحليل التهديدات والاستقابة السريعة كمان لدينا العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي في الأمن السبراني فممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات الخاصة في الأمن السبراني فأول مجال فهناك مجالات كثيرة فنتكلم عن بعض هذه المجالات فأول مجال كشف التهديدات الجديدة يكشف أي تهديد جديد سواء كانت تهديدات من قبل المخترقين أو كانت هذه التهديدات من قبل ما يسمى بالميليشيا سكود الميليشيا سكود ما نعرفها ما يقصد فيها الفيروسات وحصان طروادة والدودة الإلكترونية كمان الشيء الثاني ما يقصد فيها روبوتات الإنترنت أو محاربة ومنع روبوتات الإنترنت هذه الروبوتات الإنترنت التي قد تتعلق بالكلاود كومبيوتينج أو في الحسابة السحابية فيمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف هذه الروبوتات وكما يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في حماية الأجهزة الطرفية هذه الأجهزة الطرفية سواء كانت أجهزة الجوالات أو البيسي أو الكمبيوتر وأي أجهزة طرفية متصلة بالشبكة فيمكن أن نستعين بأنظمة ذكية لحماية هذه الأجهزة الطرفية كما يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في اكتشاف أي تسلل أو اختراق إلى أي أنظمة مهمة أو إلى أي أنظمة حيوية كما يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في الحماية من البرامج الضرة كما تكلمنا أو ما يسمى بالميليشيا سكوت فيروسات ودودات الإلكترونية وما إلى ذلك كما يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لما ينعى البريد الضار أو ما يسمى بالإسبام ويكون ذلك باستخدام الماشين ليرنين أو ما يقصد فيها الديب ليرنين وما إلى ذلك كمان هنا معنا لدينا استراتيجية تفعيل الذكاء الاصطناعي فنتكلم عن استراتيجية بشكل مختصر حسب الوقت فهناك عدة خطوات يجب أن تقوم بها أي جهة أو أي حكومة لكي تفعل استراتيجية الذكاء الاصطناعي أو تفعل الذكاء الاصطناعي في الحكومة أو المنظومة الخاصة فيها فأول شيء إنشاء منصة بيانات متكاملة هذه المنصة ستكون تحتوي على بيانات متكاملة لجمع البيانات وتحليلها وفرزها لأننا نعرف أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بدور كبير على البيانات وعلى تعلم الآلة كمان في الخطوة الثانية يتم مراقعة كافة الحالات الموجودة واختيار الحالات ذات الأهمية والتأثير العالي على المنظومة الرقمية وبعد ذلك يتم بناء منظومة أمان أو أتمتة يعني كيف نجعل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتفاعل أو تستجيب يكون هناك استجابة سريعة لمنع أي تهديدات أو اختراقات قبل حدوثها وكمان كيف نفعل دور الخبراء والمحللين السبرانيين كون هذه الأنظمة عبارة عن أنظمة خبيرة قابلة للتعلم فنجعل هذه الآلة تتعلم من عفواً دكتور تتعلم من تنفيذ الخطوات السابقة كيف ننشئ منظومة لإدارة هذه البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وهناك تحديات لتفعيل الذكاء الاصطناعي فمن ضمن هذه التحديات نمذكة الشبكات واسعة النطاق فنحن نعرف أن دكتور عفواً نعم أعتقد أن الوقت قد أقرب على الانتهاء يرجى الإكمال رجاء بنحاول نتصر قدر الإمكان فهناك تحديات تفعيل الذكاء الاصطناعي كنمذكة الشبكات واسعة النطاق وتطور وتقدم الهجمات السبرانية الحفاظ على الحصوصية وكمان اكتشاف التهديدات النادرة وتقليل معدل الخطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقليل تهديدات نماذق أنظمة الذكاء الاصطناعي وفي معانا هنا طبقات ثلاث طبقات هذه الطبقات يمكن أن نصنف إلى ثلاث طبقات رئيسية طبقة البيانات وطبقة النماذق الذكية وطبقة الخوارزمية سنستعرض بعض التهديدات المحتملة في كل طبقة على سبيل المثال في طبقة البيانات يعقب أن تكون قودة البيانات عالية لأنه قد تكون البيانات المستخدمة لتدريب نماذق الذكاء الاصطناعي غير كافية أو غير دقيقة هذا سيؤثر على أداء الآلات أو أداء ما يقصد فيها البرامج الذكية كمان في طبقة النماذق الذكية يمكن للمهاجمين اختراق النماذق الذكية وتعديلها وتوقيهها لأغرب ضارة في طبقة الخوارزميات قد تكون تهديدت على مستوى الخوارزميات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي أو في الماشين ليرنينج أو في الديب ليرنينج فقد يتم استغلال نقاط الضعف وثغرات الأمان الموجودة في هذه الخوارزميات المستخدمة في نماذق الذكاء الاصطناعي فكمان لدينا منصات العديد من المنصات التي تستخدم في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن التهديدات السبرانية كمنصة IBM Security Q Reader ومنصة Baloo Alternate Works Cortex XDR وكذلك منصة Microsoft Azure Sint وإلى هنا نكون أنهينا فالمعدر على الإطالة ونتشرر في طرح أسئلتكم في نهاية القلسة إن شاء الله وشكرا على استماعكم شكرا جزيلا لكم سعادة الأستاذ ومساعد الدكتور الدكتور عبد الباري محمد على مشاركتك القيمة نفعنا الله بعلمكم وزادكم توفيقا وإبداعا نفقى معكم ضيوفنا الكرام ونسعد بانضمام الدكتور حمزة رفيق أستاذ مشارك في مجال الأمن السبراني في جامعة توكيو الدولية في اليابان باحث علمي بالمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يركز بحثه على تكامل بيانات الضخمة وتقنيات الحفاظ على الخصوصية وسيقدم لكم حضورنا الكرام مشاركته بعنوان حماية البيانات والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي تفضل دكتور معكم الصلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير اليوم سأتكلم حول حماية البيانات والخصوصية في عصر الذكاء الصناعي معكم متحدث دكتور حمزة رفيق أستاذ مشارك في جامعة توكيو الدولية توكيو اليابان محاور الحديث اليوم سيكون عن البيانات والمعلومات الإلكترونية بعدها سنتحدث عن التطور التكنولوجي مع الذكاء الصناعي سأيضا أتحدث عن بعض التهديدات السبرانية cyber security, cyber attack وذكاء الصناعي بعد ذلك سنحاول تقديم بعض الحلول التقنية لمواجهة مخاطر الذكاء الصناعي وفي الأخير سنحاول تلخيص حوار اليوم مع بعض الطبصيات العامة طبيعة الحال نحن نتحدث اليوم عن عصر بيانات حيث أصبحت حماية الخصوصية أمرا ذات أهمية بالغة نظر لكمية للكم الهائلة من المعلومات الشخصية والحساسة التي تداولها الانترنت وتتخزن في قواعد بيانات مختلفة تتزايد هذه التحديات والمخاطر مع تطور التكنولوجي واستخدام ذكاء الصناعي طبيعة الحال هذه نقطة جد جد مهمة لهذا علينا التركيز عليها نقطة أولى التي علينا أن ننتبه إليها هي زيادة حجم البيانات خصوصا في السنين الأخيرة مثلا قبل لو تشاهد هذا المنحنة تلاحظ أن حجم البيانات تزايد بشكل أسي بشكل هائل خصوصا في الخمس سنين الأخيرة وهو يوجد هناك توقع أن يكون البيانات المستخدمة بحلول العام المقبل سيتجاوز 180 زيتا بايت هذه كميات مهولة سيتم استخدامها بشكل كبير جدا طبيعة الحال مع زيادة حجم البيانات وتزايد كميات البيانات المخزنة ومعالجة يوميا هناك صعوبة كبيرة في حماية البيانات الشخصية والحساسة بطبيعة الحال من هذه النقطة علينا أولا نفهم كيف حصل هذا التطور أولا علينا أن نقول أن التطور حصل في البداية من بداية تكوين البشرية وتفكير العام بداية من المجتمع الصيد إلى نقوله على المجتمع رقم واحد أبطر يعني بعد ذلك تم التطور إلى المجتمع رقم اثنين إلى أن أصبحنا في المجتمع الذكي وهو المجتمع الذي يقال عنه هنا في اليابان society 5.0 يعني هو المجتمع الذي يقوم باستخدام الذكاء الصناعي في حياته اليومية لمواجهة يعني لمواجهة حياته اليومية task daily and so on يعني هذه نقطة جد جد مهمة حتى نتفهم ماذا يحدث اليوم مجتمع الموطيات مثلا كان قبل عشر سنين أين هناك كان هناك حديث كبير حول استخدام مثلا data center data war يعني مجمعات بيانات مجمعات أيضا يعني أو تجميع البيانات حاليا المجتمع الذكي هو المجتمع أو الذي يحاول استخدام فيه الذكاء الصناعي من أجل تلبية احتياجات المجتمع بشكل تقيق وبطبيعة حال آلي طيب هنا علينا نتحدث عن استخدام الذكاء الصناعي استخدام الذكاء الصناعي له عدة يعني صراحة عدة استخدامات لكن في مجال الحماية وصايبر سيكوريتي الكشف المبكر عن تهديدات هو أهم نقطة يمكن استخدام فيها الذكاء الصناعي بعد ذلك يمكننا استخدام الذكاء الصناعي لتحليل بيانات بدون يعني الوصول إليها بشكل آلي مثلا آلية في دعالة الآن نستطيع بدل تجميع البيانات نستطيع فقط تلميح البيانات وهذا يعني يساهم في نوع من تقليل استخدام البيانات نقول عن هذه البيانات بيانات ذكية بشكل مباشر وكما قلت فإن نظم الذكاء الصناعي الحالية تساهم بشكل كبير في صد الهجمات السبرانية المتزايدة طبيعة الحال لكن معظم يعني البيانات الحاصلة الآن هناك نتيجة يمكن أن نستطيع الاستخلاص عليها نقول أن أو نستطيع أن نقول أن نظم ذكاء الصناعي تساهم في صد الهجمات السبرانية المتزايدة حيث أنه كما يمكن للمدافعين يمكن أيضا المهاجمون استخدام الذكاء الصناعي لتطوير أساليب جد متطورة يعني لنصف أو لتهديم أنظمة الحماية ومنها مثلا أنظمة البنوك مثلا أنظمة النقل إلى آخرين وهذه نقطة مهمة جدا للترتيز فيها حتى أكون بشكل دقيق تستطيع مثلا أن تشاهد هذا التقرير من سايبر كرائم ستاتيستيك يعني لهذا العام 2024 وتشاهد مثلا يوجد هناك أكثر من 1.5 تليليون دولار مبلغ الذي اكتسبه مجرمو الأنترنت بسبب أنشطة الجرائم الإلكترونية هذا المبلغ يعني مهول كبير جدا طبيعة الحال ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10.5 تليليون بحلول عام 2025 عام مقبل إن شاء الله هذه التكلفة كبيرة جدا ومثال فقط على أحد يعني البرامج الضارة منها برامج الفدية يعني التكلفة السنوية لهذه البرامج فأضرار سيصل إلى 265 مليار دولار هذه يعني فعليا يعني تكلفة مهولة حاليا ونتوقع أن تكون هناك مشاكل أكبر بحلول السنوات المقبلة في هذا العام مثلا نستطيع أن نشاهد بعض التوقعات بأنه سيكون هناك عدة هجمات 40% سيتم ربط الهجمات الإلكترونية بهجمات الفدية وأيضا يتم استخدام الذكاء الصناعي لتحديد الهدف وأيضا ليجعل الهدف سهل بما فيه أنه مثلا يتم جمع المعطيات قبل أن يتم مثلا إرسال رابط الفدية وهكذا وهناك الكثير من توقعات نتوقع مثلا في كما يقول هذا الريبور نتوقع أن يكون هناك فشل كبير جدا في حماية الأجهزة بحلول 2026 ونتوقع أيضا أن يكون هناك اتفاقية ما يسمى اتفاقية جينيف للأمان السيبراني حيث أن القوى العالمية الكبرى ستسارع للتنظيم أو لوضع آليات وقوانين صارمة للأمان السيبراني طيب ما هي الآن تحدثنا بصفة عامة عن ذكاء صناعي وخاطر والإيجابير بصفة عامة نتحدث الآن عن مخاطر استخدام ذكاء الصناعي الذكاء الصناعي هو كسيف تستطيعون تستخدمه كما قلت للدفاع أو للهجوم هنا مشكلة الذكاء الصناعي أنه يتطلب بيانات هذه البيانات لها يعني بعظم أحيان لها بعض الخصوصيات ولها أيضا ما نسمي confidentiality أو ما نقول عنه السرية معظم بيانات طبيعة الحال لها كثير من الأمور سرية التي على ذكاء الصناعي الاعتماد عليها من أجل القيام بتنبؤات محددة من هنا يعني الذكاء الصناعي يمكن أن نجد فيه ثغارات أمنية ممكن أن تقوم بسببها اختراك أنظمة متعددة أيضا يمكن أن تتعلم الآلة الصناعية بشكل غير مرغوب فيه مثلا نقوم بتعليم الآلة على تصنيف الصور وبعدها يقوم بالتعلم غير مرغوب فيه مثلا يتعلم على تصنيف صور بيضاء أكثر من صور سوداء وهذا في حد ذاته يؤدي إلى تحيز إلى تحيز في النتائج وهذه مشكلة كبيرة جدا حاليا في الذكاء الصناعي طبيعة الحال هذه تؤدي إلى فقدان سيطرة وطبيعة الحال هناك حديث كبير حول كيفية حماية المعلومات المعلومات والخصوصية في هذا المجال طيب الحلول هنا ممكن أن نتكلم بصفة عامة عن تحديد الحدود أو control access للذكاء الصناعي وأيضا هناك تقنيات أخرى منها مثلا تشفير تشفير البيانات المعالجة حتى يعني تكون هناك بعض الحماية للداتا أو البيانة طيب بعض الحلول يعني التكنية التي يمكن أن يتم اقترحها هنا هو لحل مشكلة الحماية والخصوصية في استخدام الذكاء الصناعي في هذا يعني البرثوتيب قدمت كباحث حل بسيط لمعالجة مشاكل الحماية بحيث أن حتى يعني شبكات عصبية أو ما يسمى الذكاء الصناعي لا يقوم بعملية الوصول للبيانات بشكل مباشر وإنما يقوم بتقييم الهدف على البيانات المشفرة عوض البيانات بشكل مباشر نقول هنا مثلا أن هناك مالك البيانات يقوم بتشفيل البيانات وبعدها يقوم بنقل البيانات المشفرة ومحل البيانات ذكاء الصناعي أو أي أن كان الجهة الذي سيقوم بتحليل البيانات سيقوم بتحليل الهدف مباشرة على البيانات المشفرة حيث أنه لا يعرف ما هي هذه البيانات يعرف فقط أنها بيانات مشفرة والشبكة العصبية تستطيع التعرف على بعض صفات هذه البيانات المشفرة وتستطيع القيام ببعض العمليات الرياضية على البيانات المشفرة مما تتيح لها إيجاد نتائج تكون أيضا مشفرة حتى يعني محل البيانات لا يعرف هذه النتائج بعدها يتم نقل هذه النتائج المفشرة ويتم فك تشفيرها من طرف مالك البيانات هذا الحل يعني يساهم بشكل كبير في حماية بيانات المالك الذي يريد استخدام ذكاء صناعي بشكل آمن وبدون يعني مشاركة المعطيات لكن في نفس الوقت يريد استخدام ذكاء صناعي من أجل يعني التوصل إلى مثلا استبيان أو مثلا إلى توقع معين حول حالتي الصحية مثلا أو مثل هذا القرآن حل آخر مثلا هنا هو نفس الحل أعطيت هنا مثلا لنقول أن هناك صورة سبعة هذه الصورة نقوم بتشفيرها باستخدام آلية تشفيرية محددة هذا التشفير نرسله إلى جانب محل البيانات الذي يقوم بإخضاع هذه الصورة المشفرة إلى شبكة العصبية من أجل استخراج التنبؤ المشفر حتى من جانب محل البيانات لا يستطيع رؤية ما هو هذا التنبؤ يراه مشفرة بعدها يقوم يعني محل البيانات بإرسال نتيجة بشكل مباشر إلى مالك البيانات وبعدها يتم فق تشفير من جانب مالك البيانات باستخدام يعني أو مفتاح السري لفق التشفير ويأتي بعد ذلك نتيجة التنبؤ كما تشاهدون هنا من هذا الصورة أن مالك البيانات هو الوحيد الذي يستطيع رؤية البيانات الأصلية بدون تشفير لكن فيما يخص محل البيانات أو صاحب الذكاء الصناعي يقوم فقط باستقبال البيانات المشفرة ولا يستطيع فهم ما هي هذه البيانات طيب هنا يعني بصفة عامة أريد وضع بعض التوصيات العامة يعني التوصيات العامة بصفة عامة هناك إشكالية كبيرة فيما يخص استخدام البيانات واستخدام أنظمة الذكاء الصناعي بشكل مباشر هذا يؤدي إلى مشاكل عويصة حاليا معظم الباحثين يحاولون توصل إلى حلول منها لكن بصفة عامة يمكننا أن نقول أن وضع ضوابط تنظيمية وخلاقية لمراقبة كيفية تصميم واستخدام الذكاء الصناعي هو أساس بداية علاج هذا المشكل أو المشاكل مترتبة عن استخدام الذكاء الصناعي ثانية نقطة أنه تصميم نماذج لتعلم هناك كثير من نقاط على المستخدمين فهموا أنه هذه الأنظمة تحتاج بيانات لهذا أفضل حل أنه لا يتم تمديد أو إعطاء بيانات غير ذات صلة غير ليست لها علاقة بنموذج للتعلم وهذا يعني مشكلة كبيرة شاهدنا يعني مثلاً لما نشاهد HGPT أو ذكاء الصناعي تجدها تتحصل لبيانات شخصية كبيرة من المستخدمين وهي صراحة غير يعني ليست لها أي قيمة لكنها غير لكنها ضرة بشكل كبير لأنها تحتوي إلى معلومات شخصية وخصوصية كبيرة هنا لهذا دائماً نقول إذا كنت في طور استخدام ذكاء صناعي لا تعطيه أي معلومات شخصية وحافظ على سرية يعني سرية هذه نقطة جد و جد مهمة نقطة أخرى يجب علينا أن نركز فيها هي أنه علينا اعتماد خوارزميات الخصوصية التصميم فمثلاً عندما قمنا بتوضيح حل تقني هنا قدمنا يعني حل بسيط من أجل عمل حماية البيانات وضمان خصوصية يعني بيانات المستخدم هنا نقوم بعملية ما نسميه اعتماد خوارزميات بالتصميم أنه عندما يتم عمل تنصيب لهذه الأنظمة يعني يوجد هناك خطوات لضمان خصوصية حالياً للأسف الشديد معظم أنظمة تركاء صناعي لا تعتمد على خوارزميات الخصوصية والحماية بشكل مباشر وهذا إشكال كبير ونلاحظ أنه قد يؤدي إلى مشاكل كبرى في المستقبل لهذا هذه النقطة تؤدينا إلى نقطة الأخيرة وهي أنه علينا تدريب العاملين على أهمية الأمان والخصوصية لتجنب الأخطاء البشرية إحدى أكثر يعني الأخشاء أخطاء انتشار هي مشاركة البيانات الشخصية مع الذكاء الصناعي من أجل مثلاً الحصول على رد أفضل هذا خطو كبير علينا أن نقوم بما نسميه تدريب العاملين على أهمية الأمان وفهم ما هي الخصوصية وفهم ما هو الأمان الإلكتروني هذه نقطة جد مهمة إحدى الحلول التي أنا باحث فيها هي استخدام تشفيل تخزين معالجة البيانات بشكل آلي حتى تتمكن أنظمة الذكاء الصناعي من إجراء عملها بشكل كامل ودقيق مع الحفاظ على خصوصية البيانات وفي الأخير نقول دائماً أنه علينا إجراء فحوصات مستمرة للأنظمة التي تكشف عن أي فغارات ومعالجتها بشكل مباشر كل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور حمز رفيق على هذه المعلومات النافعة والقيمة بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ونبقى مع مشاركة جديدة يقدمها لنا سعادة الدكتور الأستاذ محمد الشعلان حاصر على الماجستير العلوم في الهندسة الكهروميكانيكية قسم الطيران محاضر بهندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة وباحث علمي بجامعة بروكسر الحرة ببلجيكا أضو جمعية المهندسين المصرية وعظهم بالجمعية الهندسية ببلجيكا أنواع مشاركته هو الثورة السيبرانية والحرب المعلوماتية وتحديات الحكومات التكنولوجية في التعامل مع التهديدات الأمنية بإمكانك التفضل أستاذ محمد معكم الصلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضرتكم بالفخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موضوع مشاركة اليوم بعنوان الثورة السيبرانية والحرب المعلوماتية والتحديات الحكومات التكنولوجية في التعامل مع التهديدات الأمنية بعد ذي بدء فقد انتشر بين أواصل المجتمع الغربي نمطاً مخيفاً يستهدف قطع أواصل المجتمع وسيادة أراضيها وهيباتها وكرامتها فيما تعرف بآلة الغرب أو وهو أسلوب غاشم لهجوم نشط للقراصنة وهو نوع من الهجمات السيبرانية التي يقوم بها القراصنة بمحاولة اختراق الأنظمة أو شبكات أو تطبيقات معينة بهدف الوصول إلى معلومات حساسة أو تعطيل الخدمات أو القيام بأنشطة ضرّة أخرى وده يخلينا نفرق في الأول ما بين الهجوم والتهديد الهجوم أو الاتاك أو السايبر اتاك هي عملية فعلية لاستغلال الثرارات أو الضعف في النظام بهدف الاختراك أو التسبب في الأضرار فيعد الهجوم نشاطاً فعلياً يتم من خلال استغلال التهديدات المحتملة وتنفيذها يمكن أن يكون الهجوم عبارة عن تشفير للبيانات أو تعطيل الخدمات أو الوصول غير المصرح به التهديد أو ثريت ويشير إلى القدرة المحتملة لحدوث حدث غير مرغوف فيه أو هجوم فقد يتعلق التهديد بالعوامل أو الكيانات التي يمكن أن تستغل الضغارات والضعف في النظام التسبب في الأضرار وعلى سبيل ذكر هذا الموضوع بمثال قد يكون التهديد هو وجود مجموعة قراصنة أو هاكرز تستهدف شبكة معينة الهجوم النشط وطريقة استغلال الضغارات الأمنية يعتمد الهجوم النشط على استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لاختراق الأنظمة المستهدفة واستغلال الضغارات الأمنية الموجودة فيها وقد يشمل ذلك التقنيات مثل الفيشنج أو التصيد الاحتيالي وده نوع من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية حساسة من الأفراد أو الشركات بطرق غير قانونية يتم ذلك من خلال إنشاء مواقع ورسائل إلكترونية مزيفة تبدو كأنها من جهة موثوقة مثل البنوك أو خدمات البريل الإلكتروني أو المؤسسات المالية وذلك بهدف إغراء الأشخاص لكشف معلومات حساسة مثل الباسكود أو كلمات المرور ومعلومات الحسابات المصرفية أو بطاقات الاقتمان وغيرها التسلل الهدف ودي عملية من الهجوم السيبراني تستهدف هدفا محددا بشكل مستهدف ومنظم ويتم هذا النوع من الهجمات عادة من قبل مجموعات متقدمة ومتخصصة في مجال الكرسانة الإلكترونية والاختراك ويتطلب التسلل الهدف مهارات تقنية متقدمة ومعرفة عميقة بأمان المعلومات والشبكات ويعتبر من أخطر أشكال الهجمات السيبرانية حيث يتم تنفيذه بشكل مستهدف ويهدف إلى التسبب في أذى كبير للهدف المستهدف النوع الآخر استغلال البرامج الضرة وهو عملية استغلال الثغرات والضعف في البرامج والأنظمة لتسلل البرمجيات الضرة إلى الأجهزة والشبكات وقد يتم ذلك عن طريق استغلال الثغرات الأمنية في البرامج المستهدفة سواء كانت تلك البرامج نظام تشغيل أو تطبيقات المخاطر الشائعة للتهديدات السيبرانية التهديدات السيبرانية تشكل مخاطر جدية وتؤثر على الأفراد والشركات والمؤسسات نذكر منها او صرقة المعلومات الشخصية حيث يمكن للمتسللين صرقة المعلومات الشخصية مثل الأسماء والعنوين وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحسابات المصرفية كما يمكن استخدام هذه المعلومات في عمليات احتيال حوية وصرقة الأمواع أيضا هناك اختلاق الأنظمة والشبكات فقراصنة الكمبيوتر يستهدفون الأنظمة والشبكات للوصول الغير المشروع إلى البيانات الحساسة والمعلومات التجارية ويمكن لهذا أن يتسبب في تسريب البيانات وتعطيل الخدمات أيضا هجمات الفدية أو ما يعرف باسم رانسوم وير فيتم تشفير بيانات الضحايا ويطلب منهم دفع فدية معينة لاستعادة الوصول إليها ويعتبر هذا النوع من الهجمات قد يتسبب في فقدان البيانات المهمة أو دفع مبالغ كبيرة كفدية النوع الآخر التجسس الصناعي أو وقد تستهدف الدول أو قد تستهدف تلك الدول والمؤسسات الاقتصادية من أعمال التجسس السبرانية لسرقة المعلومات التجارية والتكنولوجيا والأسرار الصناعية مما يؤدي إلى خسائر المالية هائلة وتقدم وتقدم تنافسي للمنظمات والمؤسسات الأخرى أيضا هناك الهجمات على البنية التحتية الحيوية بالسايبر اتاك وقد تتعرض البنية التحتية الحيوية مثل الشبكات الكهربائية والنقل والاتصالات إلى هجمات سبرانية مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات وتأثير كبير على الحياة اليومية للأفراد التحديات الأمنية والتحول في التعامل مع التحديدات الأمنية والتي قد تواجه تلك الحكومات مثل هذه الأنماط كتطور التحديدات وهي تحديدات أمنية متعلقة بالتكنولوجيا والتي تتطور بسرعة مع تقدم التكنولوجيا نفسها فالقرصانة الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة والاختراقات السبرانية تتطور باستمرار وبالتالي فإن الحكومات التكنولوجية يجب أن تكون على دراية بأحداث ما يدور وأحدث تلك التهديدات وأسليب الهجمات للتصدي لها أيضا حماية البيانات والخصوصية فالتكنولوجيا تجمع وتخزن كميات هائلة من البيانات الحساسة وتأمين هذه البيانات وحماية الخصوصية تشكل تحديا كبيرا للحكومات التكنولوجيا فيجب على تطوير وتنفيذ إجراءات أمنية قوية لمنع الوصول الغير المصرح به والاستخدام الغير قانوني لتلك البيانات أيضا التعاون الدولي فالتهديدات الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا لا تعترض فقط الحكومات الفردية بل تمتد عبر الحدود الوطنية لذا فالتعاون الدولي يلعب دورا حاسما في مكافحة هذه التهديدات والحكومات بطبيعة الحال بحاجة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى للتصدي للتهديدات الأمنية العابرة بالحدود توازن الأمن والابتكار هنا الحكومات تواجه تحديا في إيجاد التوازن المناسب بين الأمن والابتكار فقد تحتاج إلى فرض قيود على استخدام التكنولوجيا أو تنظيمها لحماية الأمن الوطني ولكن تسعى دائما أو بصورة أخرى لتشجيع الابتكار وتطوير القطاع التكنولوجي بما يخدم في إيجاد سياسات وإطارات تنظيمية تعزز الأمن السيبراني وتعزز الابتكار في نفس الوقت القيود التي يفرضها قانون الحرب على الهجمات السيبرانية فنعرف أن قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني ينطبق على النزاعات المسلحة وقد ينظم سلوك الدول والمجموعات المتحربة أثناء النزاع وعلى الرغم من أنه لم يتم تطوير قانون محدد ينظم بشكل كامل الهجمات السيبرانية إلى أن بعض المبادئ والقيود التي تنطبق على الهجمات العسكرية التقليدية يمكن أن تطبق أيضا على الهجمات السيبرانية وفيما يلي بعض من تلك القيود التمييز يجب أن يتم التمييز بين الأهداف العسكرية القانونية والأهداف المدنية غير المشروعة كما يجب عدم استهداف البنية التحتية المدنية والأفراد المدنيين بصورة عمدية أو غير متناسبة التوازن والتناسب هنا يجب أن تكون أي هجمة سيبرانية متناسبة مع الهدف المستهدف والضرر المحتمل الناتج عنه الحياد والاستخدام الشرعي للتقنية يجب أن يتم استخدام التقنية السيبرانية بطرق شرعية وذلك وفقا للأغراض العسكرية المشروعة فيجب أيضا أن تتوافق الهجمات السيبرانية مع القوانين والقوانين الوطنية والدولية المعمول بها الحماية البشرية يجب حماية الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين من الأضرار الغير الضرورية أو المعاناة الزائدة نتيجة لتلك الحجمات السيبرانية أفوان أستاذ بقية من روحة دقيقة نعم مواجهة قراصنة الذكاء الاصطناعي وتوصيات يمكننا مواجهة قراصنة الذكاء الاصطناعي فعلى الرغم من أن التهديدات الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية يمكن أن تكون متقدمة ومعقدة إلا أنه يتوجب علينا اتخاذ إجراءات لتصدي لتلك التهديدات الجهود الأمنية يجب أن تركز على عدة جوانب أولا التعرف والكشف يجب استخدام تقنيات التحليل الضوئي والتعلم الآلي ماشين ليرني الكشف عن أنماط وسلوكيات قراصنة الذكاء الاصطناعي المشتبه بهم ثانيا تعزيز الأمان السيبراني يجب أن نعمل على تعزيز الأمان السيبراني بواسطة تبني تقنيات وأدوات الأمان الحديثة وتحديث أنظمة التشغيل المختلفة وكذا إعداد السياسات والإجراءات الأمنية القوية التوعية والتدريب يجب تعزيز التوعية حول التهديدات السيبرانية وأهمية السلوك الآمن عبر توفير التدريب والتثقيف للموظفين والمستخدمين في مجال الأمان السيبراني أيضا التعاون والتبادل يجب تعزيز التعاون والتبادل بين القطاعين العام والخاص وكذلك بين الجهات الأمنية المختلفة ومشاركة المعلومات والخبرات وتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات السيبرانية وأخيرا البحث والتطوير يجب استمرار البحث والتطوير في مجال الأمان السيبراني وتطوير تقنيات جديدة بالكشف عن هجمات الذكاء الاصطناعي ومكافحتها وشكرا جزيلا بحسن استماعكم وقبل الختام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر والتقدير لكم أستاذ محمد الشعلان على مشاركتك القيمة سادكم الله توفيقا وجزاكم كل خير مقولة رائعة لأستاذ حسن الراشد حيث قال أن الأمن السيبراني يعد تحديا حقيقيا للعالم العربي ويتطلب تعاونا إقليميا قويا واستراتيجيا موحدة لمواجهة التهديدات الألكترونية والآن نتشرف ونسعد من ضمام سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي بمنصة أريد كأول منصة تجمع العلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية والمشرف العام على مؤتمرات المحفل العلمي الدولي برعاية جامعات ماليزية وتركية وعربية مؤسس منصة أبصر وألف العديد من الكتب أبرزها كتاب صناعة منصات رقمية وكتاب ما لا يسع الباحث جهله وكتاب آخر كيف تؤلف كتابا في عشرة أيام عنوان مشاركته هو الحماية السبرانية ضرورة علمية عابرة للتخصصات تفضل دكتور سيف معك في الصلاحية كاملة شكرا 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 أستاذ صفا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإن الله تعالى مشاركتنا المتواضعة بهذا الموضوع عن الأمن السبراني نعم طيب أنا حاقت لا يعني لا أعيد ما قيل وما ذكر يعني اللي تجنب التكرار سأحاول أن أختصر قدر الأمكان بما تبقى لدينا من وقت موضوع اللي حتحدث عنه حول موضوع الحماية السبرانية ضرورة علمية عابرة للتخصصات وموضوع عابرة للتخصصات أنه الأثر الذي يمكن أن يعني يؤديه الإختراقات والأذى هو ليس فقط على تخصص معين الموضوع لا يتعلق فقط بتخصص تقنية المعلومات يمكن أنه لموضوع الحماية السبرانية أن يمس جميع التخصصات لهذا يسمى بعابر للتخصصات ويمكن أن يعني يدخل في القانون يدخل في الاجتماع يدخل في الطب لأن كلها تستخدم التقنية والرقمنة والأجهزة الذكية فتدخل فيها موضوع الحماية السبرانية وحقيقة أتكلم هنا بإجازة حول بدايتي مع الأمن السبراني أنا حقيقة تخصص الدقيق في طب الأسنان ولكني منذ صغري مولع ولدي شغف كبير في موضوع السايبر سيكورتي بدأ هذا الشغف وهذا الاهتمام منذ عام 2000 تقريبا ألفت كتاب غير منشور في سنة 2003 حول موضوع أساسيات الأمن السبراني كانت هناك الكثير من المنتديات العربية والمصادر كانت بلغة إنجليزية فكنا نأخذ هذه المصادر والدورات ونعمل على تطبيقها يعني فكان يعني حاولت أجمع هذه المؤلفات وهذه المقالات بكتاب لم ينشر طبعا ولا أعلم أين هو ولكن حقيقة كانت هذه البدايات منذ سنة 2003 في موضوع أساسيات الأمن السبراني و أيضا حصلت على شهادة مخترق أخلاقي مرخص يسموا بـ C-E-H Certified Ethical Hackers في سنة 2011 قبل تقريبا أكثر من 12 سنة ولازلت إلى الآن مهتم رغم أنه تخصص الدقيق بعيد عن موضوع السيبر ولكن الأمر حقيقة هام أنه الإنسان يبقى مطلع على الأمور الهامة التي تمس العمل والحياة فموضوع سيكوروتي عندي مع قصة هذه المؤسسة التي أخذت معها هي مؤسسة أمريكية كانوا في ماليزيا في عدوهم وكانت هذه الدورة الخاصة باستفاد إثيكال هاكين قبل تقريبا من سنة 2011 استمرت لمدة خمسة أيام من أكتوبر إلى شهر نوفمبر بين التطبيق والأمور النظرية والتطبيقية حول السيكوروتي والسايبر سيكوروتي والإثيكال هاكينج هنا نأتي إلى مقدمة في موضوع الأمن السبراني حقيقة الموضوع التقدم الذي الآن الكل يشهد في موضوع التحول الرقمي وذكاء الاصطناعي ودجتال ترانسفورميشن يعني أدى إلى دخول الأمن السبراني ليس فقط في الأمور التقنية ليس فقط للمتخصين في علوم الحاسبات والكمبيوتر والإنترنت وإنما كل التخصصات يجب أن تفقه وتعي وتتعلم وتتثقف حول موضوع أمن المعلومات تسمى باللغة العربية أمن المعلومات وباللغة الإنجليزية سايبر سيكوروتي وهو كما أشار الأخوة المتحدثين جزاهم الله خيراً هو عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات المستخدمة لحماية الأجهزة والبرامج والبيانات والصور الشخصية والفيديوات والملفات والوثائق من أن تسرق من جهازي من حاسبتي حتى من النقال يعني كيف أنا أعمل على تأمين مثلما أنا أؤمن البيت أقفل البيت في الليلة لما أنام يجب أن أقفل حاسبتي أقفل الجهاز قبل أن يخترق لهذا في عندنا بعض المعلومات الهامة في أجهزتنا يعني على الصعيد مثلاً البحث العلمي في عندنا النتائج وعندنا بحوث وعندنا بعض القراءات والاستنتاجات فهذه لا نريد أن تسرق والإضافة إلى الملفات الشخصية الصور الصور العائلية هذه كلها يجب أن أتعلم وأتثقف كيف أحمي هذه المعلومات لهذا جاءت الأهمية المتزايدة حقيقة لموضوع السايبر سيكورتي كنتيجة للزيادة الكبيرة في عدد وتعقيد الهجمات السبرانية كثيراً ما نسمع عن موضوع الاختراقات وأن هذا الجهاز أخذوا المعلومات ماتة وسرقوها وهنا طبعاً كل شخص هو معرض للاختراق أي شخص طالما جهازه مربوط بالإنترنت فهو معرض إلى أن يخترق وقد لا يعلم أنه مخترق كما سنرى بعد قليل في الأفراد هم يعني يمكن أن يخترقوا المؤسسات الجامعات الحكومات حتى الحكومات الكبرى حتى البنتاجون حتى البيت الأبيض يتعرض إلى أنا أذكر في واحدة من الدراسات يتعرض إلى أكثر من 200 ألف عملية اختراق كل عام يعني المحاولات الاختراق أكثر من 200 ألف محاولة اختراق بالعام الواحد تخيلوا وهكذا فموضوع الأمن السبراني حقيقي له من الأهمية بمكان أنه يجب أن يعني نعمل على التوعية الشخصية وتوعية المؤسساتية في موضوع الأمن السبراني طيب ما هي أبرز الهجمات التي يمكن أن تواجهنا في موضوع الأمن السبراني التهديدات شائعة لدينا الفيروس طبعا كل يعرف الفيروسات أنه الأجهزة يمكن أن تأتي هذه الملفات الضارة وقد تمسح بعض الملفات وقد تشفر بعض الملفات وقد يعني تؤدي إلى بطء في الجهاز في الكمبيوتر فهذه كلها هي آثار لموضوع الفيروس الفيروسات وجاء طبعا اسم الفيروس من الاسم البيولوجي للفيروس الفيروس هو هذا المايكروب السريع الانتشار الذي يؤدي إلى العدوى والانتشار السريع فأخذ الاسم من كلمة فيروس لإسقاطها على علم الكمبيوتر في علم الكمبيوتر والانترنت كما هو الحال في موضوع مثلا الماوس الماوس هو الفأرة هو ليس فأرة حقيقية وإنما هو الشكل يشبه الفأرة كذلك الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هو شيء ليس حقيقي هو اصطناعي فهو مصطنع ويشابه ويحاكي الذكاء كذلك الحال مع كلمة الفيروسات كثير من هذه المصطلحات تقتبس حتى فقط لإيصال الفكرة أنه سريع الانتشار وينتشر بسرعة بين الأجهزة ويؤذي ويدمر هذه الأجهزة التي يعني يستوطن فيها لدينا شيء يسمى بالفشينغ التصيد الاحتيالي الفشينغ هو عبارة عن نوع من الخدعة التي يمكن أن يأتيك عن طريق الإيميل عن طريق البريد أو الواتساب واحدة من الرسائل المشابهة للرسائل التي تحصل عليها من البنك من المصرف فتضغط على هذا اللينك الرابط وتدخل المعلومات الخاصة بك مثلاً باسفورد أو مثلاً بطاقات الإيمانية وتذهب إلى المخترق وتسمى بالفشينغ التصيد الاحتيالي أيضاً لدينا شيء يسمى بالدي دوز أتاك اللي هو عبارة عن يسمى دانيال أوف سيرفز أتاك نوع من الاختراق يتفقون مجموعة من المخترقين أو مجموعة من المستخدمين حول العالم لأن يدخلوا على موقع معين بوقت محدد والكل يتصفح هذا الموقع والكل يطلب من عنده والكل يعمل شيء يسمى ping attack يعني يعمل ping على هذا الويبسايت فيؤدي إلى إغراق الموقع بكثير من الطلبات التي لا يتحملها هذا شكل من أشكال الاختراق اللي هو مثل ما حنشوف بعد قليل في سيرفر منصة أريد لما يدخل الجميع على الويبسايت الخاص بالمنصة ويقوم بتحميل الشهادة فلما يحملون الشهادة 100 شخص أو 200 شخص حول العالم فمباشرة السيرفر لا يتحمل فماذا يؤدي إلى إغلاق السيرفر أو يكون بطيء جدا هذا نوع من الهجمات تسمى D-Dose Attack أو Dose Attack في أيضا هجمات تسمى Run Somewhere هذا أيضا نوع من البرمجيات الخبيثة وهذا خطير جدا لأنه يشفر المعلومات في الجهاز يشفر المعلومات في الجهاز واحدة من الأشهر وأبشع الجرائم الرقمية التي حدثت في Run Somewhere واحدة من هذه البرمجيات واسمه WannaCry أعتقد الأخوة المتحدثين وبعض الحضور أعتقد قد سمع في هذا البرنامج الذي يعمل على تشفير الملفات في الكمبيوتر هو لا يمسح ولا يعني يعمل على تقديل سرعة الحاسوب أو أخذ من الرسورس من الموارد وأنما هو فقط كل ملفاتك يعمل لها تشفير فلا تستطيع أن ترى محتوى هذه الملفات كلها مشفرة يعني تفتح الملف وترى أن هذا الملف عبارة عن كلام غير مفهوم ومشفر لهذا تسمى Run Somewhere تسموها برمجيات الفدية سنرى بعد قليل بعض الأمثلة وكيف يمكن أن نتجنب هذا النوع من الهجمات لدينا أيضا التجسس يمكن شخص يتجسس عليك هو قد اخترق جهازك وأنت لا تعلم هو لا يؤذيك ولا يوجد فيروس ولا يوجد أي شيء هو فقط يطلع على ما تتصفح ويأخذ بعض المعلومات المهمة هذا يتسمى بالتجسس الإلكتروني والهجمات المستهدفة ودائما ما يكون هناك هذه الهجمات لا تكون عشوائية مثل الأمثلة السابقة وإنما أنا أريد أن أخترق شخص بعينه بذاته فأنا أعمل له التاك خاص به أرسله عن طريق الإيميل أو الواتساب كرسالة كرابط خاص به يثير فضوله فيفتح هذا الرابط وإذا يصاب بالدخول غير المشروع من المخترق إلى جهازه وهو لا يعلم وهو لا يعلم وهذا أيضا من الأمور الحقيقة الهامة والخطرة جدا وخاصة للناس الحساسين الهامين يعني اللي يعدهم ملفات حساسة ويعدهم بعض الأرقام والبيانات وحتى موظفي البنوك وموظفي الشركات وحتى الحكومات فيدخل شخص آخر على جهازك ويتجسس ويأخذ المعلومات ويخترقك وأنت لا تعلم وجهاز جدا يعني يعمل بشكل ممتاز وطبيعي وهو يأخذ الملفات التي يريدها وأنت لا تشعر أنه في شخص يخترق جهازك وهذا الموضوع سهل جدا يمكن للطفل عمره ست سنوات إلى ست سنوات يعمل هذه النوع من الأتاك إذا كنت أنت غير واعي لها طيب وأيضا في واحدة من أخطر الهجمات تسمى بال social engineering attack أنا حقيقة لم أسمع أحد المتحدثين الذي أشار لهذا النوع من الهجوم هذا الهجوم يعتمد على العامل النفسي ولباقة المخترق وطريقة تحدثة مع الضحية تسمى بال social engineering attack ما هو social engineering attack هو عبارة يسمى بالهجوم بالهندسة الاجتماعية أنه هذا الشخص المخترق يتصل فيك ويقول لك أنا أعمل في البنك الفلاني أو المصرف الفلاني وفي عندنا تحديث لمعلومات وواحدة من هذه الحسابات هو الحساب الخاص بك فنحن نريد أن نحدث الحساب البنكي الخاص بك فالآن ستأتيك رسالة على النقال تبعك فيها رقم ممكن تعطيني الرقم حتى أكمل التحديث وأن لم تعطيني هذا الرقم فحسابك سيغلق خلال 48 ساعة على الأسف فأنت ستصاب بال الفزع والهلع أنه كيف هذا التصل فيه ويعرف تليفوني هذا إذن مئة بالمئة من البنك من المصرف وهو تتصل بي ولما قال لي أهلاً وسهلاً أستاذ فلان بإسمي إذن هو يعني يعرفني ويعرف معلوماتي لهذا يستطيع أن يختلقك بالكلام وكذلك عن طريق الضعف البشري الإنسان يخدع عندما تقدم له المعلومات الأولية والأساسية الخاصة به فلما شخص يتكلم معك يقول لك أستاذ فلان مرحباً بك يا أستاذ محمد الشعلان أنا الآن معك فلان من المصرف الفلاني فهذا أنت ستقدم ستعطي المعلومات وتقدم المعلومات ويمكن أنه بعضهم ينتحل جهات أمنية يقول لك نحن من الأمن نحن من المخابرات نحن من الجهة الفلانية الأمنية وهو طبعاً غير حقيقي هذا الموضوع لهذا هذا النوع من الهجوم يسمى بالهندسة الاجتماعية social engineering attack لهذا يجب أن تحذر كثير من الناس وقعوا بمجموعة من المشاكل عن طريق social engineering attack فيأتيهم اتصال من شخص ويتكلم معك وحتى قد لا يكون اتصال بالهاتف المقابلة تكون face to face مثلاً أو قد عن طريق الانترفيو المقابلة فهو عبارة يستغل الضعف الإنساني والبشري ويعمل على التلاعب بالحالة النفسية للشخص فيأخذ من عنده المعلومات هذا يسمى بالsocial engineering attack طبعاً ولا هو أشكال متعددة من ضمنها الفيشنج اللي تكلمنا عنه من ضمنه شيء يسمى بالفيشنج اللي هو التصيد الهاتفي اللي يتصل فيك عن طريق الهاتف ويخدعك عن طريق تقديم بعض المعلومات الأساسية أو المالية الخاصة بك وأنت ستعطيه معلومات أخرى على طبق من ذهب أيضاً من ضمن أشكال الاجتماعي هو يسمى بالاحتيال المعنوي هو عبارة عن ينشألك سيناريو مزيف أو قصة الحصول على معلومات حساسة من الضحية أما يعطيك إياها في الواتساب أو يعطيك رسالة حتى الكثير من الرسائل التي يمكن أن نحصل عليها من الفيسبوك يقول لك أنا مدير في البينغ وعندي 70 مليون دولار ولا أستطيع أن أخرج هذا المبلغ إلا بمعاونة شخص خارجي فإذا يمكن أن تعاونني سأعطيك 5% من هذا المبلغ هذا كثير من الرسائل أنا وصلتني الرسالة أول أمس يمكن من شخص لا أعرفه يقول لي هذا السيناريو وكثير منكم قد واجهتكم هذه المشكلة هذا نوع من يعطيك السنارة يعطيك شيء يغريك فأنت تفاعل معه وتقدم له بعض المعلومات ويؤذيك قد تحول له مبلغ من المال أو تعطيه الأكسس الخاص بك وهكذا وأيضا شيء يسمى بالبيتنغ الأغراء مثل يعطيك لينك ويقول لك هذا البرنامج مجاني أو هذا كتاب مجاني أو هذا السوفتوير سعر ألف دولار أنا سأعطيك يا free of charge هدية فقط ما عليك إلا تحميله أو تشغيله على جهازك فأنت تفتح طبعا الفوتوشوب أو البرنامج وحقا يعني يشتغل فوتوشوب ويشتغل كبرنامج حقيقي ولكن ما وراء الكواليس هو أقام بزراعة بعض البرامج التجسسية في جهازك وأنت لا تعلم فلما تفتح البروغم هو ستراه يعني ستراه شغالا طبيعي بشكل ممتاز ولا ضير فيه وكثير من البروغم سوفتوز فيها الكراك هذه عبارة عن ما وراء الكواليس هي مخترقة هي تخترق جهازك سما بالبيتنغ طيب إذن هذا الشكل واحد من أخطر الهجمات سما بالأرجو أن تحفظوه social engineering attack الهجوم بالهندسة الاجتماعية أنه شخص يشتغل على بعض الأمور قد لا تكون تقنية من ناحية التقنية البحثة وإنما يعمل على التلاعب بالأحاسيس والمشاعر وبتقديم بعض المعلومات للضحية أو إغواءها أو صناعة سيناريو معين أنه مثلا يشتغل في باينغ أو يشتغل في مكان معين أو كان مدير في مكان معين وريد أن يخرج أمواله وفلوسه من هذا المكان فهذا نوع من الاختراق وسمى بالsocial engineering attack طيب تأثير حقيقة الأمن السبراني على تخصصات الأمن السبراني اللي تكلمنا عنه الآن وأنواعه وأشكاله له أثر على موضوع مثلا الصحة الأثر على الصحة يمكن لهذه البروغامز والبرامج أن تختلق السجلات يمكن أن تمسح السجلات وتشفر السجلات وتعطى الأجهزة الطبية فاللهذا تؤدي إلى حالات من الوفيات أو الآثار السلبية الناجمة للمرضى بسبب أنه البطء في تقديم الخدمات الصحية بسبب أن الأجهزة الموجودة في المستشفى اخترقت قد هذه الأجهزة بعد لا تعمل أو قد الملفات تكون تتشفر وهكذا وهكذا كثير من المشاكل التي يمكن أن تواجه المستشفيات عندما لا تهتم بموضوع الأمن السبراني فاللهذا له أثر حقيقة على موضوع الصحة وتعطي الأجهزة وكذلك تأخير قدرة المستشفيات على تقديم رعاية الصحية أيضا الاقتصاد يمكن أن تكون خسارة اقتصادية كما حدث في كثير من الحالات الاختراق للمصارف والبنوك وحتى الستوكس اللي هي الأوراق المالية والهيئات المالية والشركات أيضا على العلوم الاجتماعية الباحث طبعا لديه كثير من المعلومات دائما الباحث يجمع المعلومات فالناس تثقوا به لما يذهب لشخص يجمع معلومات يجمع معلومات تخيل أنه باحث لديه ألف ألف سجل لمعلومات لبيشينت لمجموعة من المرضى أو العملاء فهذه المعلومات تكون عرضة للاختراق فيحصل عليها المخترق على طبق من ذهب أنه اسمه وإيميله ورقم الإيميل ورقم الهاتف مثلا والدولة فهذه طبعا يعني تستخدم أبسط استخدام لها فقط عن طريق مثلا السبام هذه واحدة من أبسط وأسهل استخدامات لأن الشخص لما يحصل على هذا الملف في الإيميل يستطيع أن يبيعها لجهات خارجية هذا أبسط وأخف أنواع الاختراق وتخيل أنواع الاختراقات الأخرى على سبيل المثال يتصر بك الشخص ويقول لك نحن من الجهة البحثية الفلانية وأنت قد شاركت بالاستبانة الفلانية ويعطيك اسمك وحتى ما هي الردود التي أنت قمت بإدخالها أثناء المقابلة البحثية وأثناء الاستبانة فأنت ستثق به لهذا سيمارس معاك شيء يسمى بالSocial Engineering Attack الاختراق الاجتماعي الذي ذكرناه قبل قليل فهذا أيضا طبعا هذه كلها عبارة عن مجموعة من المعلومات لما تكون متاحة يمكن لشخص المؤذي المخترق الخبيث الهكر الحقير أن يستغلها بأبشع الاستغلالات وينتح للشخصية ويخترقك فكريا أو نفسيا أو حتى تقنيا الهندسة الذين يشتغلون بأمور البناء والعمران والخرائط وهذه كلها فلوس ومعلومات فيدخل الهكر أو قد يرسلك فيروس ويهدم وقمت ببناء من ملكية فكرية أو بيانات هندسية أو هذه الأمور حقيقة واحدة من أبشع كما ذكرت الاختراقات يسمى بالوناكراي في سنة 2017 حدث هذا الهجوم هجوم استهدف 150 دولة حول العالم الأجهزة التي كانت تعمل بنظام الـ XP القديم هي التي تعرضت للاختراق الاختراق كان عبارة عن تشفير الملفات تشفير كل الملفات والبيانات الموجودة في هذا الجهاز ولا يفتح التشفير إلا عن طريق إرسال أو يعني تقديم المبلغ 300 دولار عن طريق الكريبتو كيرنسي البيتكوين يعني أنت جئت بسنة 2017 مثلا ولو كنت استخدم XP لنظام Windows تفتح الـ XP سترى كل ملفاتك هي عبارة عن ملفات مشفرة ويعطيك مدة ثلاث أيام تدفع 300 دولار عن طريق البيتكوين طبعا لماذا اختاروا البيتكوين حتى يكون untrackable يعني غير قابل للتتبع لا يعرف من الشخص الذي يملك هذا الحساب ويعطوك مدة ثلاث أيام ثم إذا ما اتفعت خلال سبعة أيام أعتقد تكون 600 دولار ثم خلاص كل الملفات عندك حتكون يعني غير صالح على الاستخدام طبعا أحدث هذا الهجوم يعتبر من أبشع الجرائم الرقمية أحدث يعني ضجة هائلة في المؤسسات وفي الدول وفي القطاع الخاص وحتى القطاع الحكومي يعني تأثر به جدا وقد يكون ما وراء يعني هذا البروغام شخص يعني مشرب تكون جهة أو حكومة وإنما قد يكون واحد من المراهقين هو يجيد التعامل مع هذه الأمور مع التشفير وقام بعمل هذا الفيروس يعني تم انتشار هذا الفيروس وأحدث هذا الضرر الهائل بالناس كانت الخسائر يعني كبيرة جدا وبذكائه يستخدم البيتكوين الكريبتو كورنسي حتى لا يمكن أن يتتبع يعني لا يعرفون من الشخص الذي يملك أو الذي يقام بهذه البروغام وقابل للانتشار وينتشر عن طريق الشبكات المحلية باللهذا كان هناك يعني نوع من الهلع في أمريكا وفي الصين وفي روسيا بكثير من الدول التي كانت وخاصة المؤسسات التي لم تعمل تطوير لأنظمتها كانت استخدم ويندوز XP وبواقتها كان هناك ويندوز أعتقد 10 أو ما بعد ويندوز XP فالذي يستخدم نسخة الأرقام للXP لا يواجه مشكلة أما ليستخدم XP كان هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع فهذا واحدة من الأمور الهامة طيب كيف أتغلب عن هذا الموضوع هذا الموضوع قد الآن لما ننهي المحاضرة أيضا يمكن أن يحدث معك الهجمات مستمرة لم تتوقف ولن تتوقف الحل هو في الباكب دائما دائما أخذ هارد خارجي وأعمل عليه باكب للأمور الهامة يعني لا تعمل باكب على نفس الجهاز إذا سويت الباكب على نفس الجهاز فما في يعني ما في حل لهذا الموضوع يعني ما في نوع من الوقاية لهذا الموضوع الوقاية هو في الباكب تعدد الباكب لو كان عندك ملفات هامة وحساسة مثلا الطروحة أو الطروحة الدكتورة أو الماجستير أو المعلومات التي اتخذتها ما عليك إلا أن تنسخها على الهاردس أو ترسلها بالبريد حتى دائما عندك نسخ متعددة ومتنوعة بغض النظر عن السيناريو الذي ستتعرض له أن لا تفقد كل شيء فالباكب والباكب والباكب هو المهم اللي هي النسخة الاحتياطية التي يمكن أن تأخذها يمكن تضع باكب على الفلاش يمكن تضع باكب على الهارد ويمكن تفتح بالجيميل عندك فري باكب عن طريق الدرايف عندك 15 جيجا بايت كل حساب يفتح تعمل باكب في الملفات ففي أي وقت حدثت مشكلة في الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لا يعني ضيع هذه المعلومات منك أنا أذكر حدثت معي حالة هي ليست اختراق وإنما أنا أتكلم دائما في موضوع الباكب والباكب والباكب وإذا بي أقول أنا ما عندي مشكلة يعني أنا عندي بالنسبة للكمبيوتر هو سيكيورد ودائما يعني أأمن ودائما أعمل يعني أبديت وإذا بي في يوم من الأيام في أثناء الماجستير وباقي ثلاث أشهر على تسليم الأطروحة في ماليزيا في سنة 2011 أعتقد جاءت منتي الصغيرة وسحبت اللابتوب وأوقعته على الأرض ومسحت كل البيانات كل البيانات في اللابتوب خلاص راحت الهارد انضرب بالكمبيوتر دمر خلاص فما علي إلا أن أعيد المعلومات من جديد هنا نوع من الاختراق ولكن ليس اختراق من ناحية التقنية كان لو لو عندي باكب كان طبعا ما يعني ما أواجه هذه المشكلة فدائما لأي سيناريو كان قد يكون اختراق أو قد يكون الهارد عندك في الحاسبة يعطل الماذربورد لو حل أم تتعطل عليك أن تأخذ باكب للأمان إذن قلنا هذه البرامج وهذه الفيروسات وهذه البرامج الخبيثة هي لها أثر على عدة قطاعات في حياتنا اليومية هنا نأتي إلى البحث العلمي الباحث عليه أيضا أن يؤمن هذه المعلومات الحساسة حتى لا يعني يقع ضحية للابتزاز أو ضحية لضياء هذه المعلومات الخلقات الأمنية يمكن أن تعرض البيانات البحثية المجموعة من المخاطر بدأ من السرقة والتلاعب وحتى الفقدان الكامل الهجمات السبرانية يمكن أن تؤدي للتغيير أو الحذف الغير مصرح به البيانات البحثية مما يعرض للخطر يعني دقة ونزاهة البحث والإضافة إلى ذلك الوصول غير مصرح به يمكن أن يؤدي للفصاح عن بيانات حساسة وهمة في عندك أنت معلومات تشتغل عليها لمدة ثلاثة إلى خمس سنوات لا تريد أحد ثاني أن يحصل على هذه المعلومات قد ينشرها أو قد يضعها في ويبسيت أخرى وقد تكون لهذا دائما المحافظة على الأمن أمور هام جدا حتى في حقوق الملكية الفكرية أنت عندك جهاز اختراع تعمل عليه لفترة طويلة ويأتي شخص يأخذ هذه الفكرة ويخترق جهازك أيضا من الأمور الهامة في عندنا شيء يسمى بالجي دي بي آر حقيقة في الدول الأوروبية وضعوا قوانين صارمة لحماية البيانات تسمى بالجي دي بي آر وكذلك قوانين لحماية الخصوصية ومن يعني ينتهك هذه المواثيق التعرض المسائلة فحقيقة هذه طبعا في الدول الأوروبية المتقدمة وضعوا هذه الأمر بالحسبان لأسف نحن في دولنا العربية ما في قوانين إلى الآن في موضوع الأمن السبراني للمحافظة على المعلومات أو حتى في تجميع المعلومات ومشاركتها ووضعها هنا طبعا كيف أحمي نفسي أولا المعلومات الهامة جدا لو عندك معلومات طبعا هامة يمكن أن تشفرها وتوجد بعض البرامج التي تعمل على التشفير بعضها مجاني فتأخذ الملف وتعمل لإنكروبشن ولما تحتاج هذا الملف نفسي يعني أن تعمله دي إنكروبشن يعني تفتح التشفير في عندك النسخة الاحتياطية وهذه استراتيجية رائعة جدا أنك دائما تحتفظ بنسخة احتياطية من المعلومات الهامة كذلك الشبكات الافتراضية الخاصة يمكن أن تستخدم الـ VPN لما عندك حابب تسوي الولوج أو دخول إلى الانترنت يمكن أن تستخدم الـ VPN وبعض الشركات تفرض على موظفيها أن يستخدموا VPN عند الاتصال بشبكات غير موثوقة لأنك لما تكون باتصال بشبكة فأنت معرض من الاختراق الداخلي عن طريق هذه الشبكة لما تكون انت فثلا في أحد المقاهي مقهى انترنت مثلا وهذا المقهى مثلا في واي فاي فأي شخص متصل بنفس الشبكة مع الواي فاي بسهولة تامة يستطيع أن يخترق جهازك ويحصل على أي معلومة يريدها وأنت ما تشعر في هذا الموضوع لهذا الشبكات العامة لا ينصح بها وإذا كنت مضطر أن تعمل بشبكة عامة يوجد شيء يسمى بالVPN Virtual Private Network فيك تتصل فيه وتدخل على مكان آمن وتتصفح أو تقوم بالعمليات التي تريد أن تمارسها هنا أيضا أمر هام مكافحة الفيروسات دائما أعمل على تنصيب Antivirus في جهازك وحدث هذا الantivirus دائما أعمل له Updates يعني هذا سيقلل طبعا لا أقول يمنع مئة بالمئة ولكن يقلل من يعني من هذه الفيروسات والبرامج الخبيثة وتحمي جهازك وحقيقة التدريب على الوعي الحضور مثل هذه المحاضرات والندوات وعلى قد الاطلاع على المصطلحات ومعرفة استراتيجيات أمر هام جدا أن تبقى دائما أنت Up to Dates مع الوعي السبراني والأحدث التهديدات وكيف يمكن الوقاية من هذه التهديدات طيب طبعا التحديثات تحديث الUpdates في بعض الناس يستخدمون البروغامز وهذه البرامج دائما ما تحدث من قبل الشركة المصنعة لها لهذا ينصح دائما أن تعمل Updates طبعا أنصح دائما أن تأخذ البرامج الأصلية لا تستخدم لك راكس قدر الإمكان إذا كان عندك منحة أو عندك القدرة أو تعمل في إحدى المؤسسات فلا تستخدم برامج كراكس حتى الويندوز أذكر في السابق مقبل بضع سنين كنا حتى الويندوز نستخدم كراكفيرجن نسخة حقيقية والفوتوشوب والوورد والأوفيس وكلها كانت كراكفيرجن كان ما في عندنا وسائل للدفع وكان الأمر معقد وحصار الآن الأمر سهل ومتاح يمكن بخمسين دولار تأخذ الترخيص لمدة عام كامل بالنسبة لأبرز وأشهر البرامج ممكن تدفع رسوم بسيطة وتأخذها في الترخيص الخاص بها ودائما هذه المؤسسة والشركة المصنعة تطلب تحديثا منتظما حتى تعمل على أغلاق الباكس الثغرات لهذه البرامج لهذا مثلا الويندوز الويندوز أخذ دائما نسخة أصلية ادفع عليه نسخة أصلية ودائما أعمل على أبديت كلما يتيك إشعار من الشركة أنه في أبديت جديد أعمل أبديت يعني الأبديت ما وضعوه فقط للتباهي وأنما وضعوه الأبديت أنه في مشكلة في بغ معينة في سيكوريتي بريتش معين في هذا النظام فأنت تعمل له يسموها بال باتشينج يعني إغلاق هذه الثغرات عن طريق التحديث فدائما أي صوفتوير يطلب عندك تحديث وأنت عندك رخصة أصلية لهذا الصوفتوير أعمل على تحديث هذا الصوفتوير حتى لا تتعرض للمشاكل الأمنية أيضا استخدم كلمات مرور معقدة وطويلة لا تستخدم من واحد للخمسة ومن واحد للتسعة أو اسم فقط وإنما استخدم سمول لتر وكابيتر لتر ونوع من الكومبينيشنز يعني كلمة مرور به نوع من التعقيد به هاشتاغ به علامة تعجب به حروف كبيرة به حروف صغيرة وهكذا في أيضا نوع من البرامج يسمى ببرامج إدارة كلمات المرور وهذا حقيقة أنصح باستخدام هذا نوع من البرامج لأن هذا البرامج سيخزن كل كلمات المرور وما عليك إلا أن تدخل إلى هذا البرامج وهو يعطيك أكسس إلى يعني إلى البروغامز دائما نستخدم شيء يسمى بالمصادقة الثنائية المصادقة الثنائية تسمى بال 2FA 2 Factor Authentication هو يعني أن يقوم بالدخول أولا عن طريق الباسور ثم يقوم بإرسال رسالة لك عن طريق الإيميل أو عن طريق الاسمس هو يسمى بال 2FA 2 Factor Authentication مصادقة الثنائية نعم طبعا تحدثنا عن بعض اللواح الـ GDPR وهيبا في الولايات المتحدة الأمريكية GDPR هو في الاتحاد الأوروبي طبعا القوانين حماية الملكية والأمن واللواح والتشريعات أما في الولايات المتحدة في هيبا أعتقد في بعض المبادرات في الإمارات أنا رأيتها في قطر في السعودية هذه الدول تهتم الآن نوعا يعني شيئا في موضوع الحقوق المعلومات وحماية البيانات من الاختراق نعم طبعا دور العلماء والباحثين في تشكيل السياسات السبرانية مشاركة في المؤتمرات في الندوات في الفعاليات حتى تساهمون في موضوع المناقشات التي يمكن أن تغذي من يعني هذا العالم أيضا المعايير الهامة يجب أن نعمل على تطوير معايير لإرشادات حول الأمن السبراني في الجامعات يجب أن تتولى هذا الأمر طبعا في الجامعات في القسم الخاص هو بالآيتي قسم الآيتي فيه ناس أكيد مهتمين بالسيكوريتي أو يعملون بالسيكوريتي فعلى هذا القسم لا يعمل على التوعية فقط لقسم الآيتي يعمل على دورات عامة ميسرة وبسيطة تشرح هذه المفاهيم كيف أختار ممكن تكون ورشة عمل كاملة كيف أختار كلمة المرور كثير من الناس يستخدمون كلمة مرور بسيطة ليست معقدة فلهذا هم أي شخص يأتي يأتي يمكن أن يخترق بسهولة الآن الحسابات وفي بعض الصوفت والبرامج هي تعمل على التجربة باستخدام كلمات مرور شائعة فخلال بضع دقائق لم تكن ساعة الحساب يمكن أن يخترق بسهولة لهذا حقيقة من الورش الهامة هي هذه المفاهيم البسيطة لا أدخل في التعقيدات وإنما كيف أستخدم كلمة السر كيف أعمل على يعني تنصيب الانتيفيروس كيف أعمل على تحديث الانتيفيروس كيف أعمل سكان للملفات اللي أدخلها باليو اس بي عن طريق اليو اس بي مثلا أعمل لها سكان حتى دائما يكون الجهاز خالي من الفيروسات وهكذا بعض المحاضرات السيمبل البسيطة في موضوع التوعية العامة وتثقيف الزملاء والطلبة حول أهمية الامتثال للتشريعات وتأثيراتها على الأمن السفراني طبعا هنا بعض كما ذكر المتحدثين قبلي موضوع المستقبل مستقبل قادم في موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع انترنت الاشياء موضوع حتى اللي يسموها السلاسل التوريد موضوع الأمن السحابي الكلاود كومبيوتينج هذه كلها مفاهيم يعني نسمع بها الآن ولكن ستكون لها حصة كبيرة مستقبلا في حياتنا اليومية بدء من الذكاء الاصطناعي يعني والشيء يسمى بالميشين ليونينج كيف يمكن أن نستخدمها حتى أعزز من الأمان أمان الشبكات أمان أمان الكمبيوترات انترنت الاشياء اللي هو كيف أحول الأجهزة حولي إلى أجهزة ذكية هذه الأجهزة الذكية هي صحيح حلوة ورائعة وجميلة وتصبح حياة أسهل ولكن تخيل هذا الجهاز الذكي لو أخترق الجهاز الذي حولك لو تم اختراقه لو هذه الكاميرا التي تستخدمها في البيت هي كاميرا مخترقة وأنت في غرفة النوم صحيح ذكاء اصطناعي وأجهزة ذكية ولكن هذه الأجهزة هي قابلة للاختراق هي يمكن لأي شخص الصون أزيق متصلة بالإنترنت فهي يعني يمكن أن شخص يخترقها ويفتحها وهكذا تخيل السينوريوهات التي يمكن أن تحدث مع المستقبل طبعا المسارات الوظيفية في هذا المجال مسارات واعدة بسبب التقدم وبسبب الرقمنة والذكار الصناعي لسيكون لدينا في المستقبل شيء يسمى بمحلل الأمن السبراني هذا الذي يحلل المخاطر والبحث عن نقاط الضعف وتقييم الأنظمة الأمنية لدينا شيء يسمى بالمهندس لأمن المعلومات لدينا مدير الأمن السبراني الذين متخصص في الاستجابات للحوالث السريعة للخرقات الأمنية في ناس بختصين يستعان بهم فقط في الحالات الخرقات الأمنية الطارئة وكيف يديرون الأزمات لهذا الشخص متخصص في الاستجابة لهذا النوع من الحوالث شيء يسمى عندنا يسمى بالPenetration Tester حتى في واحدة من الشهادات العالمية تسمى بSertified Ethical Penetration Tester الذي يؤتى به حتى يخترق المؤسسات يقول لأجلس هذه الغرفة هذا الجهاز اعمل على اختراق هذه الشركة أو على اختراق هذا النظام أو اختراق هذا البنك وحتى لو اكتمل الاختراق بالعكس نحن نريد الاختراق يعني فكر بعقلية المخترق اعمل كل ما عندك من تورز وأدوات وخبرات حتى تخترق لأنهم لما هو سيخترق سيؤمنون هذا الاختراق فيريدون الثغرات الأمنية لهذا شيء يسمى Penetration Testing لتقييم الأنظمة الأمنية من خلال محاكاة الهجمات السبرانية لإكتشاف نقاط الضعف لهذا يؤتى بالشخص ويعطى الترخيص والأمان اجلس هنا انت ما عندك مشكلة إذا تم الاختراق لن تدخل السجن لن تدفع غرامة مالية انت هنا فقط حتى تساعدنا في التفكير كيف للشخص المخترق أن يفكر وكيف يخترق فأعمل على اختراق أجهزات من فهذا يسمى Penetration Testing وهكذا هذه من الأدوار التي يمكن أن تكون في المستقبل في مستشار الأمن السبراني في مدير المخاطر السبرانية مطور أمن البرمجيات وهنا طبعا في موضوع البرمجيات لا يمكن الشخص أن يقتحم هذا العالم إذا أراد أن يتخصص به ولا يتعلم لغة البرمجة يجب أن يتعلم ويتقن على الأقل بعض لغات البرمجة الهامة حتى يفهم كيف تعمل هذه البرمج يجب أن يكون مبرمجا حتى يدخل لعالم السايبر سيكوريتي في عندنا من ضمن الوظائف والمسارات الوظيفية المستقبلية خبير الأمن القانوني السبراني عندنا أيضا شخص وساما بمدير الخصوصية هذا متخصص في حماية بيانات الأفراد والتأكد من امتثال القوانين الخصوصية طبعا هذه الآن قد بعضها غير موجود يعني الأشهر هي البنتريشن تيستر ولكن على المستقبل سيكون لها حصة كبيرة في سوق العمل في موضوع السايبر سيكوريتي طيب طبعا هنا بعض التوصيات الأمنية الهامة اللي هي استخدام كلمات مرور قوية تفعيل التحقق الثنائي كما ذكرت سما بالتو أف اي تحديث النظام بانتظام توخي الحذر من رسائل التصيد لما تأتيك أي رسالة على إيميالك أو بريدك يجب أن تحتاط ما مباشرة تضغط وتفتح يعني وأنما تشوف من هو الشخص الذي أرسل الرسالة ما هو الأتتتشمنت خاصة إذا كان شخص مجهول وفي أتتتشمنت وفي نوع من الشك الشك على هذه الرسالة فيفضل أن تتجنبها ولا تحمل المرفقات نعم أيضا استخدام الشبكات العامة لا تدخل لحسابك البنقي أو لحسابك الهام وأنت في شبكة عامة مثلا في المقهى في مقهى مثلا في الستارباكس مثلا أو في مطعم فالكل داخلين في هذا الواي فاي بسهولة يعمل سكان في واحد من الصوفتويرز حتى لو كان شخص غير متخصص سيعمل سكان ما هي الحاسبات الموجودة المعلومات الخاصة فيها هذا الأمر يعني ما يتطلب شخص top expert في المجال يعني يتطلب حتى ناس من الهوات يمكن أن يعملون هذه الأمور يعني من الهوات يستطيعون أن يحملون هذا الصوفتوير الwindows صوفتوير وينصبوه عندهم بالحاسبة ويدخل على أي مقهى يعمل سكان يشوف ما هي الحاسبات الموجودة حالية متصلة بهذه الشبكة ويعمل لها دخول يعني في بعض الـ options مثلا حيجرب بعض passwordات الشائعة أو يعمل على يعني بعض المحاولات الاختراق الموضوع بصير جدا ليس بالأمر المعقد لهذا دائما الاتصال العام الشبكات العامة لا تفتح به الحسابات الهامة مثل البوينغ مثلا أو مثلا الدخول لحساب الجامعة مثلا أو أينما تكون هناك معلومات يعني هامة لا تدخل لهذه الحسابات أيضا الأجهزة المحمولة دائما يعمل على موضوع التشفير أضع الأمور الخاصة في البايومتريكس اللي هي مثلا بصمة العين أو اليد أو الأصبع أو التعرف عن طريق الوجه كلما زاد عندك المسؤولية أو زاد عندك الوعي بموضوع السيكوريتي كلما أنت تكون أبعد لا أقول آمن 100% لا يوجد آمن بيء بالمئة ولكن تكون أبعد إلى الاختراق أو شوي أصعب أو يأخذ وقت أطول في هذا الموضوع طبعا النسخ الاحتياطي للمعلومات إذا يعني أردنا أن نعطي أهم وأبرز توصية في هذه المحاضرة دائما أنسخ المعلومات اللي عندك إلى ملفات إلى حاسبة ثانية أو إلى هارد آخر أو إلى درايف دائما نعمل على موضوع البكاب لم يكن كل يوم أعمله كل أسبوع لم يكن كل أسبوع أعمله كل شهر استخدام طبعا الانتي فيروس والسابر يعني إذن الصوفت هوز الخاصة في حماية الحاسبة من الاختراق والوعي وحتى الوعي العائلي يعني حتى أفراد العائلة من الهام الكبار والصغار والأطفال أن يفهمون ما هي المخاطر السبرانية يجب أن يفهمون كيف يضعون الباسفود يجب أن يعني يعدهم نوع من الوعي فأنت تشارك في صناعة هذا الوعي ولا تشارك المعلومات الشخصية أنا أذكر يعني ليس الآن لكن قبل بضع سنين لما أسأل شخص كل ما هو الإيميل الخاص بك ما هو البريد الإلكتروني وإذا به يكتب البريد مع الباسفود يقولي تفضل هذا الإيميل وهذا الباسفود أقول لي أخيرات لا تعطي الباسفود هذه الباسفود خاصة فيك الباسفود خاصة فيك لا تعطي هذه الباسفود للناس أنت فقط عندك الإيميل طبعا هذا الأمر في البدايات يعني بداية الدخول للإنترنت والناس تستخدم الإيميل وهذه الأمور الخاصة في الإنترنت التقنية طبعا أعطي فقط زبدة لأبرز ما يعني تعلمت خلال هذه الفترة في موضوع السيبر سيكوريتي وموضوع الأمن السبراني هذه الأمر هذه الملاحظات الهامة جدا أولا الأمن السيبراني لجميع التخصصات لا يمكن أن يكون فقط لمتخصصي التقنية أو ال-IT أو ال-information system أو ال-information technology وإنما أي تخصص أي شخص من النخب العلمية عليه أن يعي ويفهم هذا الموضوع ويمكن أن يتعامل معه ويمكن أن يتقدم به يمكن أن يأخذ دورات متقدمة في هذا الموضوع الموضوع ليس صعب بقدر ما أنه شخص عنده رغبة أنه يدخل إلى هذا العالم الأمن السبراني أول من أولى من أن تقفل باب بيتك الأمن السبراني تعلم الأمن السبراني أولى من أن يوميا في الليل أنت تقفل باب البيت هذا الموضوع الأمن وتعلمه وفهمه والصوفتور والبرامج ووضع خطة كاملة لهذا الموضوع حقيقة له أولوية قصوى أي جهاز مربوط من نتفه معرض الاختراق أي جهاز أي كومبيوتر وحتى الأجهزة النقال وحتى الأجهزة الذكية الحولنا من الآيباد وهذا سيري وأذنني الأجهزة الخاصة في الانترنت هي كلها معارضة للاختراق أيضا ضمن الأمور الهامة ليس بالضرورة أن تشعر أن جهازك مخترق يعني لا تقول أنه مثلا كيف أشعر أو أحس أن الجهاز تقيل أنت ما تحس ولا أي شيء أنت جهازك مخترق ولا تشعر بأن جهازك مخترق من يريد أن يتخصص لابد أن يدرس برمجة اللي يريد يفوت لهذا العالم ويدخل به بقوة ويتخصص عليه أن يتقن موضوع اللغات البرمجة الحل السحري والسريع النسخ الاحتياطي دائما أعمل على باكب باكب لا تربط الأجهزة الهامة بالإنترنت واحدة من السراتيجيات الهامة لو عندك جهاز به معلومات حساسة لا تربطه بالإنترنت يعني اجعل لك جهازين جهاز عام للتصفح والإنترنت وجهاز آخر غير مربوط بشبكة الإنترنت لو كان طبعا به معلومات هامة لا تريد أن تخترق لا تجعل ولا تسمح لأي شخص أن يضع USB في جهازك هذا الport ما الUSB اللي ندخل به لفلاش فلاش ديسك هذا في بعض نوع من أنواع الاختراقات لما تدخل USB مباشرة جهازك يخترق مباشرة بدون تنبيه بدون إشعار بدون فقط لما تدخل USB لبضع ثواني أنت أدخلت USB وسحبت USB خلاص جهازك يخترق فلا تضع أي شيء في مدخل USB الخاص بجهازك الهام لو عندك جهاز هام طبعا أنا أقصد هنا على الأجهزة الهامة اللي قد يكون جهاز حساز جهاز يعني به بعض المعلومات بعض الوثائق فهذا الجهاز لا تضع لا تسمح لأي شخص أن يدخل الفلاش ديسك في داخل هذا الجهاز الآن نوع من أسهل أنواع الاختراقات أنه فقط مباشرة أضع الجهاز وأسحابه الـ USB وأسحابه من الجهاز خلاص ويخترق الجهاز طبعا لما يكون هناك الصوفتوير على هذا الـ USB وفي نوع من الـ configuration نمسويها عليه نوع من الإعدادات أنه يعني سيعمل مباشرة دون الموافقة دون موافقة المستخدم فقط أنت لما تدخل الـ USB في الجهاز وتسحبه خلاص هو شغل البرنامج وحاسدتك أصبحت مخترقة يعني ولا تفتح روابط التي لا تعرف مصدرها وأحضر من social engineering attack الاتصالات التي فيها نوع من الخدعة نوع من العامل النفسي والعاطفي هذه كلها نوع من نوع الاختراقات تسمى social engineering attack حقيقة هذه مصادر هامة وجميلة إذا شخص راغب أن يطر عليها ممكن تدخلون عليها بعضها وثائق بعضها فيلم وثائق بعضها لقاء جميل جدا مع أخ من الأخوة هو يعني شخص محترم جدا اسمه براهيم حجازي هذا براهيم حجازي هذا شخص من الشخصيات الرائعة جدا اللي يعني يمكن تستفيدون من هذا بودكاست بودكاست لمدة ثلاث ساعات يعني فيه معلومات قيمة وغنية جدا يعني وكذلك هنا بعض الأفلام الوثاقية حول موضوع security أنا ممكن أعطيكم إياها على أعطيكم إياها في chat يعني نعمل لها مشاركة في chat نعم سأعمل مشاركة بعد قليل في chat والنقطة الأخيرة أنه خلصة المحاضرة أعتذر الإطالة طبعا هذه الحسابات أنا دائما أنشر بشكل يعني أما يومي أو بين يوم ويوم مواضيع هامة حول موضوع security الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الكتب الهامة في هذا المجال فمن يريد أن يتابعني هذا هو الحساب الخاص بي link 3 فيه دائما أنشر على social media في بعض الكتب ستكون متاحة بإذن الله عن طريق هذه الحسابات عن طريق حسابات social media لسناب شات وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومستعد لأي سؤال استفسار استضاح حول أنا حاضر بإذن الله شكرا جزيلا وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعجزوا الكلمات في التعبير عن الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أريد الدولية على ما قدمت لنا من المعلومات النافعة والماتعة حقيقة لم نشعر بالوقت قد مضى سريعا لكمية المعلومات المفيدة والمميزة بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم شكرا جزيلا ومن أجمل ما قيل عن الأمن السيبراني أنه ليس مسؤولية الحكومات والشركات فحسب بل هو واجب لكل فرد في المجتمع حيث يتعين علينا حماية بياناتنا الشخصية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وعدم تنصيب البرامج من مصادر غير موثوقة سواء للموبايل أو أجهزة الحواسيب إن شاء الله نشرح طريقة الحصول على الشهادة طبعا تم وضع رابط الحضور والشهادة في التشات والآن نشارك معكم الشاشة لشرح الطريقة نعم أحباتنا الكرام نقوم بالدخول إلى متصفح البحث جوجل ونكتب فيه منصة أريد العلمية فتظهر لنا بالصورة الواضحة أمامكم بالنسبة للأعضاء المسجلين فقط يتم الضغط على تسجيل الدخول فيطلبوا البريد الإلكتروني وكلمة السر ومن ثم مباشرة ينقلون إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أريد أما بالنسبة للأعضاء غير المسجلين في المنصة فبإمكانهم الالتحاق بركب المنصة عبر طريقة الطريقة التسجيل على حساب جديد أقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد فتظهر لنا الصفحة الظاهرة أمامكم ويتطلب أشياء بسيطة وهي الإسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد الإلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة ومن ثم الضغط على سر على زر التسجيل ينقلنا مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة وهي كما تظهر أمامكم أو ما يسمى بالحائط نقوم منها باختيار سباق الأمم نقوم بالضغط على سباق الأمم في وسط الشاشة تقريبا فننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة ببرنامج سباق الأمم وبإمكانكم نطلع على جميع تفاصيل البرنامج نعم نقوم بالضغط على الجلسات نقوم باختيار زر الجلسات فينقلنا مباشرة إلى جميع الجلسات التي بثت وستبث إن شاء الله نختار من هذه الجلسات الجلسة الرابعة أو فقط رقم أربعة يعني هي الجلسة الرابعة هي رقم أربعة فينقلنا مباشرة إلى الجلسة التي نحن الآن بصددها ونختار منها ونختار منها الأمن السبراني حماية العالم الرقلي نعم نقوم بالضغط عليها طبعا الآن يوجد الضغط على الرابط وقد تواجهنا بعض الشيء في التحميل المشاكل أو التحميل يتأخر قليلا تظهر أمامكم شهادة المشاركة بالطرف الأيسر من الشاشة نقوم بالضغط عليها فيطلب مننا كود كود التحميل أرجو كتابة هذا الكود حتى يرجع الجميع له في حالة تحميل الشاشة الكود هو سبعة عشر عشر أربعة وعشرون وكرر الكود سبعة عشر عشر أربعة وعشرون وعند التحميل الشهادة تظهر بالصورة الظاهرة أمامك هذه الصورة الموضحة أمامكم تظهر الشهادة وهي مجانية نعم أحبتنا أيضا ننوه إلى أن جميع التسجيلات للندوات العلمية التي تقام ضمن برنامج سباق الأمم يتم تحميلها مباشرة على منصة أريد العلمية على قناتنا على اليوتيوب وبإمكانكم العودة لجميع الحلقات التي بثت أو الندوات وجميع أيضا المحاضرات التي تم بثها عن طريق منصة الأريد العلمية نعم هذا شرح إن شاء الله مفصل لطريقة الحصول على الشهادة والتسجيل للندوات بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير والكلمة الختامية مع الأستاذ صفر فالتفضل بارك الله كل الشكر والتقدير لكم أستاذ عدنان قلعتي على هذا الشرح التفصيل الرائع والمبدع جزاك الله كل خير وتقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات قيل أيضا عن الأمن السيبراني أنه سباق مستمر بين المهاجمين والدفاع ويجب علينا أن نكون دائما خطوة واحدة أمامهم مقولة لبرايان كرانزر خبير الأمن السيبراني مع ختام ندوتنا العلمية لهذا اليوم المثيرة حول الأمن السيبراني وحماية العالم الرقمي نشكر باسمكم حضورنا الكرام كل الأساتذة الأفاضل والدكاترة الذين أثرونا بعلمهم الغزير والنافع في هذه الندوة العلمية المباركة فجزاهم الله كل خير وابارك في علمهم ونفعنا الله وإياكم أجمعين ونحتاج في هذه الندوة إلى تكاتف جميع الأطراف للتصدي لهذه التهديدات المتنامية وتعزيز الأمن السيبراني وأيضا أعبر أن امتناني العميق لكم حضورنا الكرام على حسن المشاركة على حسن الاستماع لهذه الندوة بارك الله فيكم ونلتقيكم إن شاء الله معكم في ملتقيات أخر مشروع جديد في محاضرة جديدة إن شاء الله ونختم أيضا معكم بدعاء أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وكلامكم عبادة ورزقكم في زيادة فبلغنا الله وإياكم أعلى مراتب الجنان والزيادة نشكر لكم حسن الاستماع بارك الله فيكم ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر